بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ومسلين محمد بن عبد الله خير مبعوث باعته الله البشرية أجمعين أيها الأحبة ما أعظم ديننا ديننا الذي امتنى علينا بأن وضح لنا السبب من العبادة السبب من الوجود لماذا نحن موجودين ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون غاية واضحة هدف واضح رؤية واضحة رسالة واضحة ولذلك في القرآن الكريم وضح بشكل كبير جدا إنما محياي ومماتي ونسكي وكل ذلك لله رب العالمين إذن توضيح كامل للهدف والغاية هكذا الامتنى الله سبحانه وتعالى علينا بالقرآن الكريم بتوضيح الهدف من وجودنا ونتعلم نحن كخلفاء لله سبحانه وتعالى في هذه الأرض أن كل شيء يجب أن يكون له هدف واضح من أجل تحديد الغايات التي وجدت من أجلها منشآتنا ومنظماتنا وأعمالنا يجب أن نتعلم كيف نستطيع أن يصبح لدينا أهداف واضحة لكل ما نقوم به وذلك لو تدبرنا في سيرة الرسول السلام للاحظنا من البداية التركيز على الهدف الواضح التركيز على معرفة كل الغاية من كل النشاط سيكون ولذلك الرسول السلام كان يبين ويوضح الهدف من كل غزوة والهدف من كل نشاط قبل أن يبدأ أحبة الكرام اليوم موضوعنا في التخطيط الاستراتيجي سنتحدث فيه عن الرؤية والرسالة ونتحدث فيه أيضا عن قيم المنظمة كيف تكتب وكيف تصال لكننا لا نستطيع أن نتحدث عن الرؤية والرسالة وقيم المنظمة دون أن نتحدث عن مجموعة من مصفوفات نسميها مصفوفات التفكيل الاستراتيجي هذه المصفوفات تساعدنا أن ندرك المخططين عندما يقوموا بكتابة الرؤية والرسالة ما هي محددات التفكير لتكون موجودة عندهم أثناء عملية الصياغة ما هي المصطلحات وما هي المنطلقات التي يركزون فيها في عملية الصياغة لذلك أحبتي الكرام نحن سنبدأ اليوم بحديث رائع عن موضوع الرؤية والرسالة والقيم هدفنا في إمداد المكتب العربية بإضافة في مجال الرؤية والرسالة تعالوا بنا ننطلق بإذن الله سبحانه وتعالى إلى حديثنا اليوم لنتحدث فيه عن آفاق جديدة حول كيفية كتابة الرؤية والرسالة في برامجنا وفي أعمالنا التي نقوم بها نحن نتحدث أحبتي الكرام ضمن برنامجنا وهو برنامج بناء الرؤية والرسالة سنتحدث فيه عن كيفية بناء الرؤية والرسالة وقيم وشعار منظمة نحن اليوم في اللقاء التاسع ضمن برنامج التمهير الرمضاني لإعداد أخصائي التخطيط حديثنا بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون استكمالا لما كان من حديث في الأيام الماضية سنتحدث فيه بإذن الله سبحانه وتعالى عن كيف نستطيع أن نطور منشآتنا ونطور أهدافها أحبة الكرام نحن نتحدث ضمن برنامج التمهير الرمضاني إعداد أخصائي التخطيط الاستراتيجي والتنفيذي والتشغيلي هذا البرنامج الذي يأتي في أربع حزم هذا البرنامج الذي كل رمضان نحن نقيمه من أجل إعداد أحد الأخصائيين ليساعد في تطوير منظمات الأعمال في وطننا العربي هذا البرنامج يأتي في أربع حزم حزمة توجه الاستراتيجي حزمة تخطيط الاستراتيجي حزمة تخطيط تنفيذي حزمة تخطيط التشغيلي اليوم نحن نتحدث في الحزمة الثانية وهي حزمة تخطيط الاستراتيجي حول مهارات ببناء الرؤية والرسالة سبق أن تحدثنا عن حزمة توجه الاستراتيجي وأرجو العودة لها وللطلاع على كل مكوناتها سبق أن تحدثنا في الأمس أيضا عن التخطيط الاستراتيجي وتحدثنا عن مفهوم التخطيط الاستراتيجي وأرجو العودة له وسنتحدث بعد ذلك بإذن الله في حزمة تخطيط الاستراتيجي غدا عن تحليل البيئة ومهارات تحليل الفجوات ثم المقارنة المرجعية ثم نستكمل بعد ذلك كل بنود ما نسمي التخطيط الاستراتيجي كونوا معنا في هذه اللقاءات المتعددة والمتنوعة من أجل التعلم أكثر وندعوكم إلى مشاركة هذه الفيديوهات مع كل من تحبون من أجل نشر المعرفة وأيضا إقامة برامج تدريبية عندكم في مقر عملكم من خلال أحشد الجهود داخل قاعة إحضار الزملاء القيادات ثم تشغيل هذا الفيديو ثم مشاهدة الفيديو ثم بعد ذلك إدارة حوار حول محتوى هذا الفيديو والاستفادة منه بإذن الله سعترف تطوير أعمالنا تعال بنا اليوم نتحدث عن موضوعنا موضوعنا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى عن مهارات بناء الرؤية والرسالة والقيام أنا أخوكم محمد العامري أحمد شهد الدكتورة مجال عم النفس الإداري وسعيد أن أكون معكم لتشارك الخبرة أسعد بكل أسئلتكم بكل استفساراتكم من خلال أرقامي الظاهرة أمامكم من خلال موقع الإنترنت من خلال أيضا رقم جوالي من خلال أيضا واتساب من خلال محركات البحث يعني أنا سأكون سعيد جدا بكل السؤال أو استفسار يصني من خلالكم فأنا أعتبر صدقة منكم علي أنا دوري كمعلم أن أفتح لك الباب وأنت تختار كيف تدخل من عبره كيف تستطيع أنك أنت الآن تقوم بعملية البحث والاستزادة في مجال العلم أحبة الكرام أنا وأنت كلنا نمشي في طريق هذا الطريق نمشي فيه من دمه ولدنا حتى نموت من أجل أن نصل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى جنة القل ولذلك على كل واحد مننا أن يدل الآخر ويحاول أن يساعد الآخر في الوصول بإذن الله سبحانه وتعالى بسلام إن كنا نتكلم اليوم عن رؤية ورسالة من أجل حديث عن المنظمات فأنت تستطيع أن تجعل لك رؤية ورسالة من أجل أن تصل للجنة بإذن الله سبحانه وتعالى عندما تضع أول قدم في الجنة في تلك اللحظة ستشعر بأنك نجوت نحن حقيقة في اختبار شديد ولذلك يجب أن نتعلم من هذه الأفكار كيف نستطيع أن نحسن في حياتنا في جودة حياتنا في الدنيا وفي الآخرة أحبة الكرام أهلا ومرحبا بكم في حديث نتحدث في عن مهارات بناء رسالة ورؤية وقيم وشعار المنظمة سنتحدث بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء حول اتفاقية نحن دائما نتحدث عنها في كل حلقة وهي كلام سفيان بن عينة رحمة الله عليه عندما سئل من أحوج الناس إلى طالب العلم قال أعلمهم لأن الخطأ منه أقبح لذلك هو يؤكد على أن القائد للمنظمة هو أكثر شخص يتعلم هو أكثر شخص عليه أن دائما يبحث عن المعلومة ويستزيد فيها حتى يستطيع أن يصل لمرحلة إدارة نفسه وإدارة الآخرين سبرجيسو كاتب بريطاني يقول عبارة جميلة يقول إذا أردنا أن يتم العمل دون تعب فعلينا أولا أن نتعب في تعلم هذا العمل إذن علينا أولا أن نبدو الجهد في عملية التعلم إحنا نحتاج اليوم بظل رؤية عشرين ثلاثين منطلقات التخطيط منتكزات التخطيط حاجة مجتمعاتنا اليوم للتطوير نحن نحتاج اليوم إلى عقلية جديدة حتى نستطيع أن نحص على هذه النتائج الجديدة المأمولة ولذلك لما نتحدث عن رؤية ورسالة إحنا اليوم سنحاول من خلال هذا اللقاء أن نتري هذا المحور إثراء كبيرا من خلال الأدبيات والتكنيك في كتابة الرؤية ورسالة وكيف نستطيع أن نصيقها بشكل جيد أحبة الكرام نحن كل ما نقدم منهجية نعطي قوالب وأنت دورك حسب تخصصك وحسب مجال عملك أنت دورك أن تضخ فيها ما الذي يتناسب مع طبيعة أعمالك وما الذي يتناسب مع طبيعة تخصصك ولذلك أحبة الكرام نحن يجب جميعا أن نحشد جهودنا لتحسين بيئات عمالنا وبيئات منظماتنا ما الذي سنتعلم وسنتعلم اليوم بذن الله سبحانه وتعالى كيف نستطيع أن نقوم بعملية التخطيط لبناء الرؤية والرسالة وقيم وشعار منظمتنا فتعالوا بينا في بداية قبل أن ندل في الحديث تعالوا بينا أولا نوضح صورة عامة المرسي جمال الدين محمد يقول جمال الدين محمد ومصطفى محمد أبو بكر وطارق رشدي جبة يقولون في كتابهم التفكير الاستراتيجي والإدارة الاستراتيجية منهج تطبيقي يضعون عبارة جدا جميلة في هذا الكتاب الصادر عن الدار الجامعية للطباعة والتوزيع مصر في صفحة رقم ثلاثة يقولون عبارة جميلة جدا عن موضوع الرؤية ماذا يقولون؟ يقولون تأمل معي لا شك بأن السائق الذي لا يعرف المكان الذي يجب أن يصل إليه ومتى يجب أن يصل لن تنفع مهاراته وكفاءاته الشخصية مهما عظمت ولن يستفيد بالطريق المعبدة مهما كانت رائعة من المؤكد أنه سيهدر وقت كبير وجود كبير دون منفعة هذه العبارة حقيقة أعجبتني كثيرا وأنا أقرأ هذا الكتاب كتاب التفكير الاستراتيجي والإدارة الاستراتيجية منهج تطبيقي لماذا؟ لأنها وضحت لي أن نحن ممكن نضع الآن أفكار جميلة في الإدارة والمنظمة والعمليات لكن بدون رؤية بدون قيم بدون طريق منهج ننتهجه سيكون صعب علينا أن نعرف نحن إلى أين متجهين يجب علينا أن نحدد الجهة وأن نحدد الاتجاه نريده اليوم حديثنا حقيقة هو في محددات الاتجاه للتفكير الاستراتيجي إلى أين نحن متجهين أحبتي كرام عندما نتحدث عن تحديد المحددات التحديد الأداء المؤسسي لأي مؤسسة ما فإننا نتحدث عن مجموعة مكونات يجب على المخطط الاستراتيجي أن يقوم بعملية العناية بوجودها لأن هذه المحددات تحدد الأداء للمنظمة وتضمن بإذن الله سبحانه وتعالى الانتقال من الواقع إلى المأمول هذه المحددات تسمى عندنا محددات الأداء المؤسسي ولاحظوا معايا أرجوكم كلمة الأداء المؤسسي نحن نستخدم كلمات حان نستخدم كلمة منظمة وحان نستخدم كلمة مؤسسة ما الفرق بين الثنتين؟ لما نقول منظمة نحن نقصد بها مجموعة من الأشخاص لديهم هدف واحد يقومون بعمل محدد لكن لا نتحدث فيها عن المنشأة لا نتحدث فيها عن عمليات التوثيق ليس بالضرورة لكن عندما نقول مؤسسة إذن نتحدث عن عمليات توثيق لكل العمليات ويكون لدينا وحدة فهم مشتركة من كافة العاملين في المنظمة إذن لما نقول أداء مؤسسي نحن نقصد بها عملية توثيق لكافة المدخلات والعمليات والمعالجات والمخرجات الموجودة داخل مؤسسة ما يضمن عندنا استدامة الأعمال هذه المحددات التي ستكون موجودة في أداء المؤسسي منها ما يلي أولا تحديد الرؤية أن المؤسسة دائما يجب أن تكون بعملية تحديد رؤيتها وهذا التحديد لا يكون تحديدا شفويا بل يجب أن يكون تحديدا مكتوبا موثقا يحدد فيها الآن ما هو الهدف من وجود هذه المنظمة نحن أين ذاهبين في هذه المنظمة ما النتيجة المتوقعة نريدها الآن من هذه المنظمة إذن أول محدد في الأداء الاستراتيجي المؤسسي هو أن نتفق جميع العاملين في المنظمة نتفق على الرؤية نحن ما هي رؤيتنا في الوجود يذكر توفيق الباز وهو عالم مصري في مجال الفضاء يذكر قصة جميلة أستشهد بها في هذا المجال يقول عندما ذهبنا إلى ناسا منهم الآن يعني الدكاترة جدد خبراء في مجال في ناسا وهو رجل جيولوجي فذهبنا يقول إلى ناسا ويقول وكان في أول أيامي في ناسا وعدونا بأنهم سيأخذونا حتى نشوف انطلاق المكوك المكوك الفضاء الآن لما ينطلق نحن نروح نروح نشوفه كيف ينطلق يقول فذهبنا بعد انطلاق المكوك شفنا الآن يعني هو ينطلق وبعدها بعدها بفترة ذهبنا لنشاهد قاعدة انطلاق الصاروخ يقول فلما اقتربنا من المكان كنا مجموعة من العلماء في ناسا ونزلنا يقول أنا بالنسبة لي أول مرة تجربة فإذا بيأجد أحد الناس اللي دوره تنظيف تنظيف القاعدة الصاروخ بعد انطلاق الصاروخ وليس شخص واحد مجموعة أشخاص دورهم يقوموا بعملية تنظيف الأرضية بعد انطلاق الصاروخ فهو يبقى فيه يعني صهارة ويبقى فيه روماد ويبقى فيه ضر حديد فيقول وجدته وأحدهم متكعا على الأرض معه فرشة يقوم بعملية الآن وكأنه فنان يقول كأنه فنان يرسم يقوم بعملية أخذ البرادة من علما مع الحديد يقول فا استغربت مدى تركيزه استغربت مدى حرصه فاقتربت منه وسألته سؤال انت ايش تعمل ماذا تفعل انت ماذا تقوم بعمل قال أنا أساعد في اطلاق الصاروخ يا الفضاء آه الله 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 لحظة ليش ما قال أنا أشيل برادة الحديد لأنه استشعر الرؤية العظيمة لناسا أنا أنا دوري أنا صح عامل نظافة لكن دوري أنا إذا لم أشيل برادة بشكل جيد فإن المكوك الجديد قد لا يركب بشكل جيد فقد ينفجر هذا الشعور معناه وجود رؤية واضحة عند كل العاملين في المنظم هو يحكي هذه القصة وأنا أستشهد بها لماذا لأنه أقول عندما يقول لدينا رؤية واضحة فإننا نستطيع أن نعرف نحن الذاهبين ولذلك حارثة وهو أحص صحابة رسول الله سلم عندما قابل رسول الله سلم قال رسول الله سلم سؤال يسأل رسول الله سلم قال له كيف أصبحت يا حارثة قال أصبحت مؤمنا حقا قال له رسول الله سلم وكيف ذاك قال أصبحت وكأني أرى عرش الرحمن أمامي بارزا وأهل الجنة في الجنة عن يمين يتزاورون وأهل النار في النار عن يصار يتذاقون فقال رسول الله سلم عرفت فلزم هكذا إذن لابد يكون عندنا رؤية واضحة محددة نحن إلينا متجهين عادة قد نعمل في أعمالنا لكن ما يكون عندنا محدد واحد مشترك وفهم مؤسسي مشترك لمحدد واحد إذن لابد أن نعنى بعملية تحديد الرؤية أيضا لابد أن نحدد الرسالة والرسالة معناها ما المهمة التي نحن وجدنا من أجرها سواء كنا قطاع خاص ولا قطاع فيري ولا قطاع عام ولا نحن أي أنواع من أنواع القطاعات الدولية نحن يجب أن يكون لدينا رسالة نحملها وقيم نحملها من أجرها نحن وجدنا هذه الرسالة يجب أن يكون مكتوبة ومحررة ومتفق عليها ونحن جميعا نعرف ما هي المخرجات المتوقعة منها إذن لابد أن نتفق على الرسالة أيضا ما هي القيم ما القيم التي نحن نتشاركها ما هي القيم الجوهرية اسمها قيم البقاء وما هي القيم الجمالية اللي هي قيم النجاح الأخرى يجب أن نحدد هذه القيم يجب أن نحدد ما القيم التي نعتبرها خط الأحمر بالنسبة لبقاء مؤسستنا والتي من أجرها نوظف الموظفين ومن أجرها قد نفصل الموظفين لأن هي التي تضمن لنا الجودة وتضمن لنا الأداء وتضمن لنا مهارات التسليم الجيد وتجعلنا مميزين عن الآخرين في أداءنا أيضا يجب أن نحدد أيضا ما هي المبادرات ما المبادرات التي نحن سنطلقها حتى نستطيع أن نحقق أهدافنا ما المشاريع اللي عندنا ستكون موجودة أيضا يجب أن نحدد ما هي الأولويات ما أولوياتنا نحن نركز على ماذا على ماذا نقوم بعملية التركيز عليه في أعمالنا ما هي مرتكزاتنا الأساسية في أدائنا التنظيمي كذلك يجب أن نتؤكد من إجراءات التشغيل ما هي خطة العمل التشغيلية الموجودة لدينا كذلك أيضا يجب أن يكون لدينا نظام قياس وتقويم للأداء عشان نستطيع أن نقيم أداءنا إذن هذه المحددات تسمى محددات الأداء المؤسسي لحظة أرجوكم أن ثلاثة منها هي ما سنتكلم عنه اليوم لا ليس ثلاثة نحن سنتكلم عن أربعة اليوم الله كيف أربعة يعني إحنا اليوم هدفنا الرؤية الرسالة القيم لا نحن اليوم سنبدأ أولا بالأولويات على ماذا المنظمة تركز في أولوياتها ثم سنتحدث بعد ذلك عن الرؤية ثم سأتحدث عن القيم ثم سأختم حديثي عن الرسالة إذن نحن اليوم نتكلم عن محددات الأداء المؤسسي التي تضمن أن المؤسس سير بعمالها نحن نتحدث اليوم عن بعدين أساسية وهي الرسالة والرؤية هذه الرسالة التي تعرف بأنها كلمات بسيطة تحدد الإطار العام المميز للمنظمة عن غيرها وهذه الرؤية التي تحدد المصاري المستقبل لمنظمتنا نحن إلى أين متجهين هذه تعريفات سريعة لأننا سنفصل فيها بشكل أكثر هناك دائما علاقة بين الرؤية والرسالة في منظماتنا الرؤية معنها هي عبارة عن تصور إلى أين نحن ذاهبين في المستقبل والرسالة معنها ما القيم التي تجعلنا تحدد ماذا يشمل وماذا لا يشمل عملنا ماذا نفعل كيف نفعل كيف نمارس عملنا هذه الرسالة هذه الرسالة ستنعكس على شكل غايات والغايات ستنبثق منها أهداف ولذلك خطورة وأهمية الرؤية والرسالة أنها تعتبر نظاما تجميعيا لوحدة الهدف يساعدنا على وجاد بيئة مشتركة ثقافة مشتركة رؤية مشتركة عمل مؤسسي مشترك هي حاضنة هي بوتقة نجمع فيها كل غاياتنا نجمع فيها كل أهدافنا بكل أقسامنا بكل وحداتنا تجتمع في تحقيق هذه الرؤية وهذه الرسالة قد تكون الرؤية مادية أكثر بمعنى مادية بأن أشياء ملموسة تجاه المستقبل وقد تكون الرسالة قيمية لكن تلك الرؤية التي نسميها مادية إن لم يتم اختيارها بقيم فإنها قد تعبر بنا في اتجاه آخر غير الاتجاه اللي نريده سواء في الدنيا أو في الآخرة ولذلك يجب أن نقوم بتحديدها إذن نحن بحاجة إلى أن نحدد قيم منظمتنا ثم نحدد ما هي رؤيتنا ورسالتنا نحدد أهداف العمل الموجودة لدينا نحدد استراتيجياتنا التي جعلنا مميزين عن غيرنا نحدد بعد ذلك خططنا التشغيلية وكيف نستطيع أن نختار عملياتنا والقوى العاملة معنا ونختار ميزاتنا الرأسمالية ونختار مجالات الاتصال عندنا أرجو أن تلاحظ أن اخترت كلمة نختار بعد أن عبرت من كلمة الاستراتيجيات إذن معنى ذلك كأننا نقول بأن الرؤية والرسالة وأهداف العمل والاستراتيجيات الموجودة لدينا مع القيم هي عبارة عن محددات لاختياراتنا هي التي من خلالها نحن نحدد ما هي الخيارات المتاحة عندنا العمليات والقوة ومن سنوظف كيف سنوظف نعم لأنها هي حاضنة لكل فكرنا فيجب أن لا نوظف معنا شخصا ما لا يقتنع بقيمنا ولا يقتنع برؤيتنا ولا يقتنع برسالتنا حتى لا نضرب مستوى الجودة الموجود عندنا إذن لذلك أحبة الكرام نحن دائما سنؤكد على وجود رؤية الرؤية تعني ماذا نريد أن نكون الرؤية ماذا نريد أن نكون هي ليست في الحاضر هي في المستقبل ما الذي نريد أن يكون هناك في المستقبل فيجب أن نتفق عليه ويجب أن نحدد أيضا ما هي رسالتنا ما الفوائد التي سيجنيها لأصحاب المصلحة سواء للمجتمع سواء للملاك سواء للمدراء سواء للعاملين سواء للعملة ماذا سيستفيدون من وجودنا أيضا يجب أن نحدد ما الاستراتيجية كيف سنحقق ذلك ثم سنحدد أيضا ما القيم ما الذي يوجهنا ويدفعنا للسعي لتحقيق الاستراتيجية أيضا يجب أن نحدد ما الاتصالات كيف سنتصل مع بعض كيف نستطيع أن ندعم ونحشد جهودنا بشكل كامل أيضا سنحدد كيف نستطيع أن نحدد السياسات والإجراءات ماذا يجب أن نفعل به وكيف نستطيع أن نلتزم بالتزامات ونوفي بالتزاماتنا هذه الأشياء يجب أن نحددها بشفافية عالية ولذلك تقمن هذه الأمور في قلب العملية الاستراتيجية في قلب التخطيط الاستراتيجي فلاحظوا أن نأخذها في اليوم الثاني من جلسات التخطيط الاستراتيجي لأهميتها لأنها تحدد مصاراتنا في التخطيط الاستراتيجي نحن هنا نحدد ماذا؟ نحدد أربع مكونات أساسية الرسالة والرؤية والأهداف العامة هذه الرؤية والرسالة والأهداف العامة سنقوم اليوم بعملية التفصيل بها بشكل أكثر لكن بشكل عام أن الرسالة هي معناها لماذا نحن موجودين والرؤية نحن إلى أين ذاهبين والأهداف ما الذي نريد أن نحققه تحديداً هناك والخطة الاستراتيجية كيف سنستطيع أن نصل إلى هناك كلما كانت هذه المحددات واضحة المعالم بالنسبة لنا متفق عليها داخل منظمة فإن منظمات أعمالنا بإذن الله سبحانه وتعالى تنجح كلما كانت هذه المحددات غير متفق عليها غير واضحة هذه المعالم بالنسبة لها غير متفق عليها بشكل كامل فإن ذلك سيؤدي إلى نوع من الصراع التنظيمي داخل منظمة وبالتالي قد لا نحقق أهدافنا هذا الجدول تحديداً كنت شرحته بالأمس عندما تحدثت عن التخطيط الاستراتيجي لذلك أنا أرجو منكم العودة إليه إذن تعالوا بنا الآن نسأل أولاً سؤال كيف نستطيع الآن أن نتعرف على منظمتنا حتى نقوم بالتفكير الاستراتيجي ونضع الآن الرؤية والرسالة ونضع القيم بشكل استراتيجي سنتكلم كما قلت أولاً عن محددات التفكير الاستراتيجي التي ستحدد الرؤية والرسالة والقيم لسنختارها لمنظمتنا إذن تعالوا خلالنا أسألكم سؤال قبل ما ننطلق فيها ما الذي استفدنا حتى الآن؟ فضلوا أسمع منكم ماذا استفدنا حتى الآن؟ إيش تقول أهم ما استفدتم من هذه المقدمة عن موضوعنا اليوم؟ فضلوا شاركونا يعني حبي شاركنا؟ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله هيا الله والسلام واللاتيك العافية واللاتيك العافية دكتور أنا صراحة استفدت من الجزء هذا إن أنا أفرق بين المؤسسة والمنظمة أنا كنت معتقدة إنها واحدة بس أنت فرقت لنا وقلت لنا إنها تختلف صراحة عن بعض والنقطة الثانية اللي استفدتها أنا كنت معتقدة إن إحنا أول ما نبدأ حنبدأ في الرؤية يعني أنه خلاص كمؤسسة والمنظمة هتبدأ تشحد شغلها كل إن هي تحدد الرؤية لا إنت قلت نحن نحدد الأولويات أول بعدين نبدأ نحدد الرؤية والقيم وبعدين في الأخير الرسالة يا السلام عليكم دائما استنتاجاتك رائعة ومميزة ومداخلاتك قيمة شكرا لك من حب شاركنا؟ تفضلوا من حب شاركنا؟ السلام عليكم وعليكم السلام رحمة الله تفضل رسالة اسماء اللي أنا استفدتها بصراحة من بداية القصة اللي ذكرتها للملات شركة ناسا إنه من خلال الرؤية والرسالة إنه نأهي تكون مصدر مصدر إلهام للموظفين بأهمية الرؤية والرسالة إنه أهم رح يحسون إنه أهم جزء من أهداف المنظمة جزء من فريق اليعمل في المنظمة وإذا ما ذكرت إنه حضرتك أبدا شيء بعد إنه لازم الرؤية والرسالة والقيام والاستراتيجية تكون واضحة حتى إحنا نقدر نحقق أهداف المنظمة يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام عليك طيب تعالوا بنا ننطلق نقطة إلى الأمام الآن سنبدأ في مرحلة الحديث عن محددات وأولويات التفكير الاستراتيجي اللي راح ساعدنا بإذن الله سبحانه وتعالى على التفكير بطريقة استراتيجية إن شاء الله الشريحة قدامكم واضحة طيب تعالوا بنا الآن أول شيء نسويه قبل ما نكتب الرؤية قبل ما نكتب الرسالة من الأخطاء الدائمة أن يأتي شخصا ما على طول مباشرة نقول طيب نبغى نكتب شارك خلاص أنا أعرف محددات كتابة الرؤية والرسالة تعال أكتب لكم رؤية والرسالة لا أنت لازم أولا تتطلع على مجموعة من المحددات عشان تعرف كيف تستطيع تصغلهم رؤية والرسالة تعالوا نشوف هذه المحددات أول محدد عندنا هناك مصفوفة سمى مصفوفة نموذج مكنزي التحليل المنظمات هناك مجموعة من المكونات هذه المكونات ستة مكونات سبعة مكونات أساسية يجب عليك أن تشيك عليها قبل أن تبدأ الحديث عن بناء الرؤية والرسالة والقيام ما هي؟ علينا أولا أن نزور منظمة نتعرف عن منظمة وهناك احتمالين أن المنظمة لم تنشأ وبالتالي يجب أن نسأل أسئلة حول هذه كيف ستكون وضعها هذه السبعة المكونات أو أن المنظمة موجودة إذن يجب أيضا أن نسأل عن هذه السبعة المكونات ما هي؟ هذه المصفوفة أو هذه المكونات السبعة نسميها نموذج مكنزي التحليل منظمات الأعمال شركة مكنزي شركة معروفة في مجال تطوير الأعمال والاستشارات أوضعت هذه المكونات الموجودة لدينا هي أولا أولا أن نبدأ نؤكد على الشيء التالي أن قيم المشتركة لكل العمل هي قائمة على وضوح الهيكل وضوح الأنظمة وضوح نمط الإدارة وضوح مدى تأهيل العاملين وضوح المهارات وضوح الاستراتيجية حط عينك على الرسمة لاحظ القيم المشتركة أين جاءت؟ جاءت في قلب هذا الشكل جاءت في قلب العلاقات الموجودة هذه القيم المشتركة ماذا يعبرون عنها؟ يعبرون عنها بالرؤية والرسالة والقيم لن تكون واضحة يقول لك إلا إذا كان يدعمها هيكل إداري محدد ومكتوب وموصف يحدد فيه مهام كل وحدة ومهام كل موظف وله بطاقة وصف وظيف محددة وهناك أنظمة داعمة لعملية التطوير وهناك نمط إدارة ستايل للإدارة نفسه يدفع الإدارة نحو التمييز وهناك عاملين مشحوذين متحفزين أيضا هؤلاء العاملين مؤهلين ومدربين وهناك مهارات هذه المهارات تسمى جدارات هذه الجدارات تتناسب مع طبيعة القيم وبالتالي التزام بتطبيقها ثم ما هي الاستراتيجية إذن أول شيء قبل أن نكتب الرؤية والرسالة علينا أن نتحرف على مكونات هذا النموذج هذا النموذج يسمى نموذج 7S هذا النموذج قامت بعضه شركة مكينزي في الثمانينات عام 1970 من قبل مستشاري الشركة مستشاري الشركة لما وضعوه كان الهدف الأساسي منه على ما هي الأشياء المرتكزات لم يمكن تساعدنا في عملية تحسين الأداء والحقيقة أنهم قالوا أن هذه المكونات السبعة هي تساعدنا في عملية التطوير والتحسين بشكل كامل هذه المكونات السبعة قائمة التي تطوير حفاظ على الميزة التنفسية في الشركة واليوم ونحن نتكلم عن الرؤية والرسالة مهم جدا نأكد على الميزة التنفسية أي ما الذي يجعل مؤسستنا مختلفة متميزة عن غيرها وأميز وقادرة عن تقود السوق هذه الميزة التنفسية توضح الاستراتيجية الاستراتيجية التي فيها الخطة التي تجعلنا مميزين عن غيرنا كما تذكر الاستراتيجية قلنا هي عبارة عن خطة قلنا هي عبارة عن حيلة قلنا هي عبارة عن نمط قلنا هي عبارة عن وثيقة تساعدنا لأن نكون مميزين عن غيرنا إذن الاستراتيجية أيضا الهيكل ما هو الهيكل التنظيمي الموجود عندنا وما هو الطريقة اللي ندير بها أعمالنا ما هي الطاقات الوصف الوظيفي ما هي محتوى الادارات اللي عندنا أيضا ما هي الأنظمة ما هي الإجراءات اليومية والأنشطة اليومية التي نحن نقوم بها لإنجاز أعمالنا كذلك أيضا يا ترى ما هي القيم المشتركة الموجودة عندنا كرؤية وأخلاقيات نحن نريد أن تكون موجودة عندنا ما هو نمط الإدارة ما هو الأسلوب القيادي والإداري المعتمد عندنا أيضا من هم الموظفين عندنا ما هي اختصاصاتهم ما هي طبيعة أعمالهم ما هي طبيعة تأهيلهم كذلك أيضا ما هي مستوى المهارات والكفاءات الموجودة عند موظفين فأنا عندما أريد أن أكتب رؤية ورسالة علي أن أستلهم هذا كله حتى أعرف عندما أكتب رؤية ورسالة هل فعلا النظام سيدعم عملية تطبيقها إذن لابد أن أقوم بعملية التأكد أتأكد من هذه المكونات السبعة أعرف تماما الاستراتيجية اللي عندي ما هي حتى أنا أستطيع أكتب رؤية ورسالة من ظل هذه الاستراتيجية أعرف الهيكل اللي عندي هل داعم لعملية التطوير ولا أد أعرف الأنظمة اللي عندي موجودة أعرف النمط الإداري اللي عندي متوفر أتعرف على العاملين الموجودة عندي أعرف المهارات الموجودة عندي كلما كانت هذه العناصر كانت بالنسبة لي واضحة كلما نجحنا هذا النموذج نموذج ميكينزي مكون من جزئين عناصر نسميها العناصر الصلبة هذه العناصر التي يصعب التغيير فيها بسهولة ولكنها هي العناصر الصلبة اللي ستدعم الرؤية والرسالة وتدعم القيم ورح تخليها تنجع وهي مكونة من ثلاثة عناصر الاستراتيجية وهي الغرض من العمل والطريقة لتسعى المنظمة لتعزيز ميزاتها الهيكل التنظيمي أيضا الأنظمة والإجراءات الرسمية للقياس والمكافآت فهذه تسمى العناصر الصلبة التي ستقف عليها هذه الرؤية والرسالة وترتكز عليها وهناك عناصر تسمى عناصر ناعمة وهي القيم المشتركة بين الموظفيين المهارات الموجودة عند موظفينا موظفينا نمط القيادة ونمط الإدارة كلما كانت هذه العناصر الصلبة والعناصر الناعمة متناقمة كلما استطعنا أن نعبر بمنظمتنا نحو آفاق تلك الرؤية وتلك الرسالة إذن عليك مخطط عليك كاتب للرؤية والرسالة علينا أن أتأكد على ما هي مستواهم لأنني أحبة الكرام أحيانا نجد أن بعض الإخوة يأخذوا الرؤية والرسالة نسخ لسق من أحد المواقع جابها وغير فيها سطرين كذا وقال والله خلاص حلوة صارت عندنا رؤية ورسالة لكنها لا تتوافق مع طبيعة العناصر الصلبة والعناصر الناعمة في منظمتهم فنقول إذن هناك بون ما بين هذه الرؤية والرسالة والقيم التي وضعوها وما بين طبيعة منظمتهم إذن سؤالكم ماذا استفدنا أولا من هذا النموذج نموذج مكينزي عندما نتعرف عليه في التفكير الاستراتيجي لكتابة الرؤية والرسالة ماذا استفدنا؟ من عبي شاركين حدد لنا يا دكتور الآلية والمنهجية التي نبني من خلالها الرؤية والرسالة أنها ليست مجرد شعارات فلستخدم هذا النموذج ليقودك إلى صناع الرؤية والرسالة يا سلام حتى أستطيع أن أعرف عندما أكتب الرؤية والرسالة هل المنظومة عندي قادرة تحقيقها ولا لا؟ طيب هذا الكلام جميل سنبدأ الآن رحلة مع مجموعة من المصفوفات ومع كل مصفوفة سأسألكم سؤال ماذا استفدنا؟ هذه المصفوفات تسمى مصفوفات التفكير الاستراتيجي منها مصفوفات خاصة بالتحليل ومنها مصفوفات خاصة بتصميم الاستراتيجية هذه المصفوفات الهدف الأساسي منها أن تقوم بعملية الآن نقاش أنت كمخطط يجب أن تناقش العاملين داخل المنظمة عشان تعرف طبيعة نيتهم عشان لما تكتب رسالة ورؤية لهم تعرف إيش الطبيعة اللي أصلا عندهم موجودة تفضل دكتور حربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته هل ممكن دكتور نشبهه بالجبل الجليدي يعني هذه العناصر السبعة هي التسعين في المية ونتاج هذا العناصر السبعة هي العشرة في المية في أعلى الجبل الجليدي دكتور نستطيع أن نقول أنه هي واحدة من العناصر الأساسية التي تكون العمل تحت سطح المنظمة يعني هي التي تدفع المنظمة للنجاح نعم معناها أنه هذا الخفي الذي لا يدري عنه العميل ولا يدري عنه المجتمع ولكن العشرة في المية هو النتاج هذه السبعة العناصر دي يا السلام عليك صحيح ممكن نقول ذلك هذا كلام رائع طيب تعالوا بنا الآن نتعرف على بجموعة من المصوفات ومحددات التفكير اللي رح تخلينا نعرف لما نكتب الرؤية والرسالة نحن الرؤية والرسالة أحبة الكرام هي تفصيل تفصيل يعني مش ثوب جاهز لا ثوب تفصيل لازم تفصله على المنظمة ولذلك الصح أنه دائما نبنيها من خلال ورش عمل وعشان نسور أش عمل لازم نجلس معهم مع المنظمة نفسها ونعرف إيش واقعهم لاحظ معي هذا مستشفى وهذا مستشفى في نفس الشارع بس كل واحد منهم واقع مختلف السبب أن الأفكال الاستراتيجية خلفه مختلفة تعالوا نتعرف عليها أول مصفوفة عندنا اسمها مصفوفة بورتر الماسية هذه المصفوفة وضعها مايكل بورتر ومايكل بورتر عندما نتحدث عن التفكير الاستراتيجي والتخطيط الاستراتيجي سيظهر بشكل كبير جدا لأنه من أكثر الكتاب الموجودين في مجال الميزة التنفسية ومجال ما نسميها بحوث التفكير هذه الاستراتيجية اسمها استراتيجية بورتر الماسية وسنجد أن نبع شوي عندنا أكثر من استراتيجية هذه الاستراتيجية وضعها بورتر عندما تحدث في كتابه عن الميزة التنفسية للأمم هو ماذا يتحدث؟ هو يتكلم هنا عن كلام خطير يقول أحيانا في دول دول تصميم الدولة نفسه يدعم طبيعة الأعمال والتجارة والأنشطة والنظام الحكوبي الموجود فيها يدعمه يعني هناك تنسيق خبير جدا تدعمها وهناك الدول لا تدعم يعني لا تدعم البنية التحتية فيها لا تدعم أنت ممكن أن تسافر تروح أحد الدول يا أخي الكريم عشان تشغل جوارك لازم تدفع فلوس يعني تدفع اشتراك اسمه اشتراك رفاهية اشتراك جوال جيد تخيل؟ عشان تدخل الانترنت يعني حاجة صعبة جدا تستخدم الانترنت وهناك الدول لا الانترنت مدعوم والوصول المعلومة مدعوم بل أنت ممكن تسوي كل إجراءاتك وانت موجود في بيتك وبالتالي يقول لك البنية التحتية للمنظمة في الدولة نفسها في الأمة نفسها هي قد تجعل المنظمات تنجح أو لا تنجح إذن أول شيء سنعمله عندما نبغى نكتب الرؤية والرسالة أن نعرف أن كل دولة كل منطقة يجب أن تكون الرؤية والرسالة تتوافق مع طبيعة المنطقة الموجودة فيها والسبب هي استراتيجية بوتر الماسية اللي توضح أن هناك صعوبات ستواجهها المنظمة في أمتها في وطنها هل البيئة هذه داعمة ولا غير داعمة هل هذه البيئة تساعد فعلا على النجاح ولا تساعد على النجاح هل إمكانية تساعد أو لا تساعد لا توجد لا توجد لا يوجد وطن لا يساعد انتبه لهذه النقطة لكن يوجد بيئة داعمة وبيئة غير داعمة طيب تعال خلنا نشوف ماذا يتحدث فيها مايكل بورتر هذا الكاتب الذي ركز كل جل تفكيره على كيف نستطيع أن نصنع الميزة التنافسية للمنظمات مايكل بورتر عنده 18 كتاب مؤلف بجال الإدارة والاقتصاد ويعتبر حاليا واحد من أشهر الكتاب في مجال الإدارة الاستراتيجية مايكل بورتر يوضح لنا الآن ذلك من خلال الشيطة يقول هو أنه في مصفوط يسمى مصفوط استراتيجية بورتر الماسية هذه المصفوطة التي يوضعها في كتابه عالم الإدارة الاستراتيجية عندما يتحدث هو عن الميزة التنافسية للأمم صدر عام 1990 هو يرى أن هناك مجموعة من العوامل هذه العوامل تؤثر على قدرة المنظمة على التنافسية ومدى قدرتها أن تنجح وبالتالي مدى قدرتها على تحقيق رؤيتها ورسالتها وقيمها هذه العناصر بضحها بالشكل التالي أولا استراتيجية الشركة هل الشركة عندها استراتيجية واضحة؟ هل عندها هيكل؟ هل عندها بنية تحتية واضحة؟ هل عندها تفكير تنافسي؟ هذا لابد يكون موجود وموثق ومكتوب عشان نتفق عليه إذن أول عنصر هل لدى الشركة استراتيجية الشركة وعندها هيكل وعندها تنافسية؟ يا أخي أنت الآن تروح لبعض منظمات منظمة وزارة كاملة ما عندهم خطة مكتوبة عندهم خطة عشان الميزانية نطلعها ولا عندهم هيكل إداري في بطاقات وصف موظفة يعني أنا موظف ما عندي بطاقة وصف ووظيفة ولا عندهم أصلا داشبورد موجود تدخل عند المدير حقهم تحصل عنده شاشة تلفزيون جالسة يعرض عليها أحد القنوات الأخبارية تقول يا أخي انتبه يا أخي ترى البلد ما أعطاك البلد أعطاك بنية تحتية من اللي ركب عندك هذه الشاشة هي الدولة جزاها الله خير هي اللي أعطاك الإمكانية دي طيب من اللي أعطاك الميزاني هي الدولة جزاها الله خير إذا أنت كقائد عندك مشكلة كل الدعم عندك موجود بس أنت أنت كمدير عندك مشكلة لأنك أنت حتى الآن لم تتعرف على أهمية بناء استراتيجية الشركة وهيكل وتنافسية إنها لابد أن يكون عندك تنافسية كميزة إذا هذا أول عنصر العنصر الثاني شروط العامل يعني دائما عشان نشتغل عندنا عليك الدولة أو يضع عليك منافسين أو يضع عليك القطاع هذه الشروط قد تحد من قدرتك على التنافسية أيضا شروط الطلب عشان يطلب عندك خدمة إيش شروط الموجودة عندك من طلب الخدمة أيضا الصناعات الداعمة الكهرباء والحصول على الإنترنت والشركات والموردين كل هذه العناصر ستؤثر على الشركة في فرصتها الاستثمارية هل عندها قدرة أن تنجح فيها ولا لا إذن على هذا الأساس الدول عندما تدعم استراتيجية المنظمات فإن هناك مجموعة من العوامل هذه العوامل تؤثر على قدرة المنظمة في عملية التنافسية فكل فرصة قد تكون موجودة بس أنا يا أخي الكريم ما عندي هيكل إداري هذا العنصر سياق للشركة والبنية والتنافسية أنا أتحكم فيه بس هناك شروط على العوامل المطلوبة عليها وهناك شروط للطلب عشان يطلب مني الخدمة وهناك أيضا الصناعة والداعمين عندي قد يكون متوفرين وغير متوفرين ولذلك اليوم ظهر مصطلح مهم جدا اليوم في الدول شيء يسمى سلاسل إمداد وبدأت الدول تضغط اليوم نحو شيء اسمه الحوكمة عشان حوكمت المنظمات لماذا؟ من أجل إعطاء تنافسية أعلى كميزة أفضل للمنظمات لذلك لما نأتي لأي منظمة أول شيء سنعرفه هل هذه منظمة جهزت نفسها أصلا لهذا التفكير؟ هل منظمة دي أصلا عنيت بأن عندها أصلا هيكل إداري وعندها أصلا بطاقات وصوضي؟ هلهم يفكرون بطريقة استراتيجية؟ ولا تفكيرون محدود؟ يعني تفكيرون أنه إحنا بس عندنا والله إحنا مجرد ردة فعل للآخرين وإذن هذه أول نموذج عندنا اسم نموذج بورتر الماسي أيضا من ضمن أفكار مايكل بورتر اللي سنتحدث عنها هناك استراتيجية سمى استراتيجية الكبرى هذه الاستراتيجية حقيقة هي استراتيجية وضعت من أجل التفكير في كيفية العمل في منظمات العمال هذه المصوات سمى مصوات الاستراتيجية الكبرى هذه الاستراتيجية تواطئوا عليها كثير من علماء الإدارة عند التخطيط للمنظمات الأعمال سواء كانت منظمات الأعمال في القطاع الحكومي أو في الشركات أو في القطاع الخيري أو في غيرها إنما هي أكثر تبرز في الشركات لأن الشركات بالنسبة لهم هذا المجال يعتبروا الشركات بالنسبة لهم حياة أو موت هنا قبل ما أبدأ الحديث حول مصوات الاستراتيجية الكبرى والله أحبتي كرام لدينا تحدي مع بعض الإخوة الحرفين في التعامل مع الكلمات مثال هذا لو نقول أن السوق منخفض أن أنت أنا أعمل في سوق منخفض فإن البعض الأخوة يقول لك إحنا يا أخي قطاع حكومة ما عندنا حيث اسمها السوق يا حبيبي نحن نقصد في علم الإدارة بكلمة السوق أي المجال الذي أنت تعمل فيه فالجوازات عندها سوق اسمه سوق الآن بيع التأشيرات وعملية وصولها وعملية عملها وكيف تستطيع أن تصدر جوازات هذا سوقها السوق معناها مجال العمل الذي تعمل فيه وزارة التعليم عندها سوق والسوق التعليمي ووزارة الداخلية عندها سوق والسوق الأمني هذا اسمه السوق فكلمة السوق معناها أين أنت تقدم خدمتك لأنه عبارة عن عرض وطلاب إذن معنا ذلك عندنا عبارات يجب أن نفهمها بشكل جيد هذه المصفوة توضح الشيء التالي أن عندنا لأي منظمة أعمال هذه المصفوة تعتبر من المصفوة الكبرى مفيدة في السعادة للمنظمات في تطوير استراتيجياتها في تطوير رؤيتها في تطوير رسالتها هذه المصفوة تركز على أربع أبعاد أربع مربعات هي الفكير الأساسي عندها أن عندنا بعدين أساسية البعد الأول بعد عندنا نمو سريع مرتفع للسوق أو نمو منخفض للسوق أيضا عندنا وضع تنافسي ضعيف أو وضع تنافسي قوي ولذلك أحبة الكرام في هذه المصفوة عندنا الآن الأبعاد التالية في حال إذا كان عندي أنا في سوق فيه نمو سريع ومرتفع في السوق وعندي أيضاً وضع تنافسي قوي فأنا في هذه الحالة منظمة عندنا تتمتع بأنها منظمة موجودة في موقع استراتيجي قوي وتستطيع أنها تنافس وعندها منافسين أيضاً آخرين سيكونوا موجودين والسوق جالس ينمو إذن رؤيتها ورسالتها يجب أن تكون تتناقم مع هذه الصرعة صرعة النمو السريع للسوق وصرعة الوضع التنافسي للسوق إذن لابد أن أكتب رؤيتي ورسالتي عن هذا الأفاق إن أنا في آفاقي إن عندي نمو كبير للسوق وإذا جتنا في العكس تماماً إذا جينا أنا عندي الآن وضع تنافسي نمو سريع ولكن وضع التنافسي ضعيف ما في عندي الآن قدرة إن ننافس الآخرين أنا داخلياً حتى الآن غير مرتب أنا حتى الآن هيكري غير جيد إشراءاتي غير موجودة وبالتالي عندي الآن صعوبات في عملية التنافس لكن السوق عندي نامي إذن معناه لابد أن يكون عندي استراتيجية تركز على كيفية تطوير قدراتي الداخلية وكيفية أيضاً القدرة على عملية التعامل مع السوق نفسه وكيفية التعامل مع المنافسين فيه وعندي مصروفة أخرى في حالة أخرى إذا جينا في المركز الثالث اللي هو المركز التنافسي فيه ضعيف ونمو السوق فيه بطي فبالتالي أنا أمام صعوبات كبيرة عندي الآن إن فيه عندي تنافس أنا قوتي في التنافس ضعيفة وأنا أيضاً نمو السوق بالنسبة لي فيه بطي وبالتالي أنا عندي الآن إشكالية عندي الآن في خدماتي في مواردي في قدراتي المالية أنا غير قادر أتحرك فما رأحط لي رؤية ورسالة عملاقة وأجيبها من أحد الشركات العملاقة أنا أصلاً وضعي الآن صعب أنا في مركز تنافسي ضعيف وأنا في نمو سوق بطيء أيضاً عندي الآن قد يكون الشيء التالي قد يكون وضعي التنافسي قوي ونموه بطيء في السوق أنا وضعي ممتاز أنا أقدر أنافس بس السوق لأنني أشتغل فيه وضعه بطيء جداً وخير قادر على العملية التنافس إذن أنا عندي أربع حالات هذه الأربع حالات أنا كمنظمة عندما أكتب الرؤية حقي عندما أكتب رسالة حقي لابد أن أكون مستلمها من يستلمها؟ كما قلنا يوم أمس يوم أمس قلنا القيادات الاستراتيجية هم المسؤولين عن بناء الاستراتيجية ليس التخطيط إنما الاستراتيجية فهم يفكرون ما هي الاستراتيجية المناسبة لنا إذن كيف نستطيع أن نصمم رؤيتنا ورسالتنا بما يتوافق مع هذه الإمكانيات التنافسية إذا هذا الأساس أحبة الكلام المربع الأول هذا المربع يتحدث عن وضع تنافسي قوي نمو السوق قوي أنا كمؤسسة عندي إمكانيات عالية لدي كما قلنا في مصفوفة قبل قليل لما تحدثنا عن نموذج مكينزي عندي هيكل قوي عندي موظفين مدربين لدي الآن أيضا موارد جيدة عندي النقاط الصلبة والنقاط الناعمة عندي كلها قوية فأنا داخليا قوي وأيضا في هذه الحالة أنا عندي نمو سريع السوق عندي جاس ينمو بسرعة إذن في هذه الحالة علي أن أتبع الاستراتيجيات التالية أولا تطوير السوق أنا أطور سوقي وأضع لي رؤية واستراتيجية عالية تطوير منتجات اختراق السوق التكامل الخلفي مع الموردين لي مع سلاسل الإمداد أيضا التكامل الأمام مع العملاء وغيرهم أيضا التنويع متحدي بالنسبة للمركز عندي إذن لابد أننا يكون عندي استراتيجيات تعمل على عملية الانتشار والتوسع واغتنام الفرصة لأننا الآن في وضع تنافسي قوي وأيضا أنا الآن في نمو السوق قوي إذن لابد رسالتي تكون قوية لذلك الأمر هذه الطريقة راح تجعلني أبدأ أفكر بطريقة كيف أستطيع استخدام مصفوفة قوية تساعدني أن أعرف كيف أكتب رؤيتي ورسالتي أيضا عندنا إذا جيت في هذا المربع ومربع المركز التنافسي في ضعيف أنا عندي في ضعف للنفاذ للسوق أنا عندي صعوبات في مصفوفة مكينزي أنا عندي صعوبات في فريق عملي أنا عندي صعوبات في التدريب أنا عندي صعوبات في التمويل أنا عندي صعوبات في الهيكل الإداري أنا عندي صعوبات في مواردي الذاتية لكن السوق الذي أعمل فيه سوق نامي سوق واعد إذن هنا أنا أحتاج أني لما أكتب رؤيتي ورسالتي وأفكر استراتيجيا أن أفكر في تطوير السوق أفكر في تطوير المنتجات في كيفية التعامل مع خيارات التكامل الأفقي كيف أستطيع أسوي بناء يساعدني على عملية التحارف مع الآخرين فأضع لي رؤية ورسالة تتوافق مع عملية التحارف مع الآخرين مش تنفر مني الآخرين ما روح وأنا عندي مركز تنافسي ضعيف والنمو السوق عالي وأروح أنا أقول أنا سأكون الرائد الأول في هذا السوق إذن لا أقول لحظة شوية خلنا نسوي تحالف أنا أبحث عن عملية التحارف مع الآخرين أيضا إذا وجد في المربع الرابع المركز التنافسي عندي ضعف أنا عندي ضعف داخلي وعندي نمو في السوق في بطء فبالتالي لا بد أن أكتب رؤية ورسالتي أعرف أن أريد أن أعالج أولا هذا أنا الآن عندي رؤية أن أصلح الآن مركزي التنافسي أصلح ميسي التنافسية أنا أرتبط الآن بالأقوياء أرتبط الآن بالموردين أقوم بتحسين عمليات عندي الداخلية أيضا لا بد أن أشوف السوق هل سأبقى في هذا السوق ولا تجهل السوق آخر هل سيكون عندي ابتكارات هل سيكون عندي آفاق جديدة إذن سأبدأ أسأل نفسي السؤال هل سأنوع في أفكاري سأنوع في منتجاتي هل سأسوي تصفية من هذا السوق وروح إلى السوق آخر لا بد أن أسأل نفسي ثم أيضا بعد ذلك عندي المستوى الرابع وهو لو جيت في هذا المربع أنا عندي الآن وضع تنافسي قوي في منافسين ونموء وطيء جدا للسوق فبالتالي علي أن أسأل نفسي السؤال لماذا أبقى؟ لماذا سأبقى في هذا السوق؟ كيف أستطيع أن أكون عندي القدرة لأن أغامر لأروح إلى السوق آخر ويكون عندي رؤية جديدة وآفاق جديدة؟ على هذا الأساس أحبة الكرام نحن لدينا أربع مربعات هذه المربعات كمصفوفة رح تخليني وأنا أكتب رؤية ورسالة حاطف ذهني إلى أين سأتجه بمنظمتي أين الآفاق التي تناسبني؟ ما الأفق الذي سيكون عندي موجود؟ هذا يجب أن يكون موجود في الذهن عندك كتابة الرؤية ورسالة لماذا؟ عشان أعرف ما هي المصفوفة المتناسبة مع قدراتي إذن تعالوا خلالنا أسألكم سؤال ماذا استفدنا من المصفوفة الاستراتيجية الكبرى؟ ماذا استفدنا منها؟ لما تعرفنا أنه عندنا أربع مربعات لا بد نفكر فيها ونكتب رؤية ورسالة وحتى ونصمم الاستراتيجية أسمع منكم فضل نشاركونا السلام عليكم دكتور وعليكم السلام بناء على التحليل البيئة قبل وضع الرؤية نحلل البيئة ونعرف نقاط القوة والضعف الداخلي والتهديدات الفلوس الخارجية بعدها يتم تحديد الرؤية والرسالة بما يتناغب معها إذا كان فيه قوة في التنافس والنمو توسع وإذا كان فيه نمو سريع وتنافس ضعيف وطور وتحالة وإذا كان فيه نمو منخفض وتنافس ضعيف وعالج الوضع وإذا كان فيه منافسة قوية ونمو منخفض يكون انكماش ولذلك بكرة وبعده يومين عندنا كلها عن التحليل عشان نعرف وضعنا عشان نعرف كيف سنبني استراتيجيتنا كلام جميل طيب أنا عندي سؤال لكم أنا يا جماعة قطاع حكومي ونقول أني أنا الآن مدرسة هل هذه الاستراتيجية ممكن أطبقها؟ أنا مدرسة الآن أهلية ممكن أطبقها؟ أنا مدرسة حكومية ممكن أطبقها؟ ولا أنا ما تنفعش معي أنا ما لدي علاقة بالسوق أتوقع لي أي منظمة قادرة على تطبيقها يا سلام نمو سريع ومرتفع للسوق معناه سوق التعليم معناه مجال التعليم شيء كلمة السوق نمو سريع ومرتفع لمجال التعليم في هذا البيئة طيب أيضا نمو منخفض معناه عندنا الآن في انخفاض في العمل فيه مثال هذا اليوم نتكلم عن فصل المقلوب نتكلم عن التعلم النشط وأتكلم عن استراتيجيات حديثة في عملية التدريس والمدرسة هذه ما زالت حتى الآن تستخدم تستخدم أسلوب الصبورة القلم والصبورة إذن معنا ذلك أن حتى الآن هي لم تتفاعل مع النمو السريع في مخرجات الجالب التعليمي طيب وضع تنافسي يا خفيم أنا الآن مفاتح مدرسة حكومية بسيب جنبي في مدرسة أخرى هذه المدرسة عندهم تعلم نشط وهذه المدرسة صلى الله عليه وسلم عندهم الآن استراتيجية تفاصل مقلوب وعندهم صلى الله عليه وسلم مختبر وعندهم فعلي للأنشطة أنا ما عندي عشان كذا الطلاب جاسين سيحبون عندي يروحون هناك إذن هي ممكن تستخدم فين في أي منظمة اتفقنا طيب تعالوا بنا الآن روح إلى مصفوفة أخرى من ضمن المصفوفات اللي علينا أيضا نفكر بها هي استراتيجية رئيسية سمى الاستراتيجية الرئيسية البورتر هذا الاستراتيجية الرئيسية البورتر سمى الاستراتيجيات التنافسية كيف جبناها؟ هي من الاستراتيجية الكوبرا شفت الاستراتيجية الكوبرا اللي كان قبل شوية اسمها الاستراتيجية الكوبرا هي الآن أنك تحللت السوق فلما حللت السوق سيأتي عندك سؤال كيف تستطيع أن تصنع لك ميزة تنافسية ما الذي سيميز مؤسستك الآن بظل ما نسميه مكينزي وبظل ما نسميه الاستراتيجية الكوبرا أنت كيف رح تكون مميز عن غيرك كيف تستطيع أن تصنع لك ميزة تنافسية هذا مايكل بورتر نفسه الكاتب اللي اكتلمنا عنه قبل شوية يستتكلم عن حاجة اسمها صناعة الميزة التنفسية ماذا يقول فيها في هذا النموذج مايكل بورتر يأكد على الشيء التالي هذا النموذج أصدره عام 1985 في كتابه الميزة التنفسية إنشاء واستدامة الأداء المتفوق كيف تستطيع تضع لك ميزة تنفسية بأداء متفوق يتحدث أنه في أي سوق نحن نستعمل عليه في أي مجال نحن نستعمل فيه في عندنا الشيء التالي فيه عندنا مصدر الميزة التنفسية هل أنت في أداءة أنت في تصميمة للشركة حقك أنت في تصميمة الرؤية حقك أنت مركز عليش هل أنت مركز على خفض التكاليف تقول يالله أنا بس همش عندي خفض التكاليف لهذه استراتيجية أو أنت تركيزك على أنك دائما تبغى تكون متميز وعندك منتجات متميزة وعندك خدمات متميزة وعندك مواصفات فريدة ماذا أنت تفضل أنت الآن كمخطط استراتيجي في تصميمك لمنتجاتك وتصميمك لخدمات التي تقدمها لعملاءك على ماذا تركز هذا العنصر الأول والعنصر الثاني أنت الآن شريحتك السوقية يعني أنت الناس اللي تقدم لهم الخدمة السوق لنا هو المكان اللي يقدم فيه الخدمة والشريحة السوقية هي العملاء اللي يقدم لهم الخدمة هل أنت تركيز على هدف واسع كل الناس ولا أنت تركيز على هدف ضيق عندك شرائح محددة أنت تستهدفها من أدائك وتستهدفها من عملك على هذا الأساس سيظهر عندنا الآن أربعة مربعات المربع الأول قد يكون أنا عندي الآن القيادة بالتكلفة المنخفضة إذن معناه أنا فتحت لي متجر أو فتحت لي الآن عمل أو أنا شقال فيه إيش هدفي أقدم منتجات وخدمات بسعر منخفض وحتى قد يكون حتى مجاني إلى كافة الناس السبب اللي خليني أجد الأنافس هي أني تكاليفي مالها منخفضة إن أنا دائما أنا أقل سعر أقدمه المين للناس فالناس يأتوني أني أقل سعر أنا أركز على الجودة بس الجودة التي تتناسب مع السعر يعني أنا أقدم لك أفضل جودة عندي في ظل السعر فأنا عندي الأساس عندي القيادة بالتكلفة المنخفضة هذه استراتيجية من استراتيجية عندي أو عندي استراتيجية هي استراتيجية لا أنا دائما سأركز على استراتيجية التمايز هذا التمايز أني دائما سيكون عندي شيء مميز وشيء فريد والناس يأتوني أنا أقدمه لكل جمهور بس هم يأتوني لماذا؟ لأني أنا أقدم شيء مميز أنا أقدم شيء فريد أنا أقدم شيء بمواصفات محددة ما أحد يقدر يصل لها بشكل سريع أو أني أنا أرتفع بمستوى الأداء فيها وأرتفع الجودة فيها قال لك هذه الثنتين هذه الثنتين اللي شايفينها قدامكم هي الاستراتيجيتين الأساسية ليش سميت الاستراتيجيات الرئيسية؟ لأن هذه الثنتين هي الاستراتيجيات الرئيسية أما استراتيجية أنك تخفض التكلفة أو استراتيجية التمييز والتمايز في صناعة الميزة التنفسية طيب أنا مركز تدريب تقول الله أنا مركز تدريب أنا الاستراتيجية اللي عندي أنا جالس أنزل الدورات بأقل سعر يعني بعشر ريال تحضر عندي دورة ما عندي مشكلة طيب الجودة يا أخي أنا أهمشي الناس أن يحصلون شهادة القيادة بالتكلفة أو إني لا أنا سيكون عندي التركيز على جودة الأداء وجودة المادة العلمية وجودة التمارين التميز أنا متميز بهذا الأمر والسعر عندي سأحاول أن أجعله يتميز بأنه يكون مناسباً بسعر أقل لكن مع الحفاظ على الجودة العالية هذه إذن إسمها الصفتين الأساسية منها ستظهر استراتيجيتين هي أصلاً اعتداداً لها كان في السابق أولاً للتفكير عن الثنتين الأساسية هذه الثنتين موجودة معنا وهي التركيز مع تخفيض التكاليف يعني سأركز على شريحة معينة مع تخفيض التكاليف لهذه الشريحة هذه استراتيجية أو عندي لا أنا سأركز على التركيز مع التمايز يعني سأركز على الجودة مع التمايز شريحة معينة مع أني سأكون مميز أكيف كل برامجي لهذه الشريحة المحددة إذن على هذا الأساس هذه المربعات الأربعة راح تحدد عندي لما أكتب رؤية ورسالة أنا شغال على مين؟ أنا من هو عميلي؟ أنا ما هو السوقي؟ أنا من الذي يميزني عن غيري؟ إذن عندنا الآن أربعة مربعات المربعات هذه تركز على الشكل التالي؟ أولاً أني أنا مركز على تكلفة منخفضة أو تركيز استراتيجية التمايز أو أني أركز على تخفيض التكاليف أو التركيز مع التمايز هذه الاستراتيجية تعني بالشكل التالي أني أنا قد أركز على القدرة على بيع نفس منتج المنافسين بسعر أقل فأنا دائماً تركيزي أني أبيع نفس اللي بيعهم نفسيني بس أنا أقل لواحد منهم أنا صاحب أقل تكلفة في السوق والعملاء عندي شريحة كبيرة لأنني أنا أقل واحد في السوق أو أني تركيزي لا أنا على القدرة على بيع منتج له مميزات فريدة وخاصة والناس لازم يأتون عندي ولو رجعتم لو رجعتم إلى لقاء هذا اللقاء خلال هذا الأسبوع أنجز وهو لقاء مع شركة صاحب شركة ابن داود لاحظ أنه ماذا يقول يقول إحنا عندنا متجرين عندنا متجرين لاحظ أرجوك يقول عندنا متجرين إيش المتجرين اللي عندهم يقول عندنا أسواق ابن داود والرجل هكذا هذا هو مستثمر ماذا يقول عندنا أسواق ابن داود وعندنا أيضاً من عندنا متجر آخر هو هسيت اسمه الدانوب الدانوب عندنا متجر آخر الدانوب يقول الدانوب يركز على استراتيجية التمايز هو أصلاً يبيع الأشياء التي لن تجدها إلا عنده لأنها أشياء مستوردة لن تجدها إلا عنده أما القيادة بالتكلفة المخفضة فأنا بالنسبة لي عندي بن داود أنا هدفي الأساسي للحجاج اللي جايه الحرم أقدم له أقل تكلفة إذن هذا يوضح لك لماذا هو الآن عنده من؟ متجرين ليش؟ لأنه كل واحد منه استراتيجية مختلفة إذن سؤال هل رؤية الدانوب ستكون نفسها رؤية بن داود؟ لا لا رؤيتين مختلفة صح شركة قابضة واحدة لكن رؤيتين مختلفة طريقتين عمل مختلفة زيد؟ لذلك يا أحبة الكرام عندما سألوا المذيع قالوا لماذا فتحتم في الرياضة الدانوب ولم تفتحوا بن داود؟ كان إجابة أن هذه استراتيجية مختلفة فرؤيتين مختلفة كل واحد منهم مختلف تماماً هكذا هو التفكيل الاستراتيجي أني عندي منتجين ورؤيتين مختلفة أيضاً هذه الرؤيتين قد تخلي عندي الشيطة التركيز مع تخفيض التكاليف القدرة على بيع نفس المنتج مع نفسين بسعر الأقل لفئة مختارة أو عندي التركيز على بيع منتج له مميزات فريدة للعملة إذن أنا وأنا أكتب الرؤية ورسالة حقي لازم أعرف أنا إيش اللي ميزني؟ إيش الفريد اللي عندي؟ إيش الشي اللي يخليني أنا مميز على الآخرين؟ فأنا قد يكون عندي الآن أربعة أربعة أشياء لكن حقيقة عندها الثنتين هي الأساسية استراتيجية التمايز أو استراتيجية التكلفة المنخفضة فأنا وأنا أكتب الرؤية ورسالة لا بد يكون عندي استحضار على ماذا أركز؟ فلنقول إن أنا مدرسة في التعليم أقول والله أنا تركيزي إني جأس أقدم الخدمة مجاناً أنا مدرسة لا أنا تركيزي إن أقدم الخدمة بأفضل أداء طيب تخيل بالله مدرسة أهلية اليوم تبغي تنافس في الرياض أنها ماذا تفعل؟ أنها تقدم خدمات تعليمية للطلاب بأقل من سعر هذا ما أبغى أقل سعر أنا جايب إبني عندك عشان أبغى السعر يتناسب مع الجودة إذن التمايز ما التمايز اللي عندك موجود؟ إذن عن هذا الكلام أول استراتيجية عندنا اسمها استراتيجية القيادة بالتكلفة المخفضة هذه دائما تركيز على مستويات عالية من إنتاج إنتاج أكبر كمية استفادة من القدرة العالية استخدام القوة التفاوضية للتفاوض على أقل الأسعار هي دائما تركيز عنها تبحث عن موردين يوردون لها البضاعة بأقل سعر عشان تقدر تبيع بأقل سعر أيضا أساليب إنتاج خالية من الهدر تركيز دائما أنها كيف تستطيع توفر عمليات بشكل فعال حتى هذه المحلات اللي عندها القيادة بالتكلفة ادخل أي محل من متاجر القيادة بالتكلفة إيش بتحصت؟ الأرفف مليانة بالبضاعة وحتى تشجعها على الأرض السبب أنه مركزين على إيش؟ على القيادة بالتكلفة المخفضة أيضا عندنا المرحلة الثانية عندي استراتيجية التمايز أني أركز على التميز أركز على التفرز أركز على الريادة أركز على القوة في السوق إذن هذه استراتيجية موجودة عندي بلذلك أنه سيكون عندي منتجات عالية الجودة منتجات دائما مبيعاتي عالية أيضا عندي قد أركز على استراتيجيتين لاحظوا هذه الاثنينتين استراتيجيتين هي امتداد لاستراتيجية التمايز وخفض التكلفة. وهي الأساسية عندنا التمايز وخفض التكلفة. بالتالي سيكون عندنا امتداد لها. وبالتالي أقول أنا عندي الآن استراتيجيتها. أما نركز على تخفيض التكاليف مع الحفاظ على فئة معينة أو ركز على التميز مع فئة معينة. طيب هذا إذن معنى الآن عندنا إشكالية. إشكالية في من؟ في العالق في المنتصف. اللي هي المنظمة اللي مش عارفة إيش تحدد من استراتيجيتها يعني يقولك والله يا عيني في أنت بغي دي ولا أبغى دي أبغى أشتغل على دي ولا أبغى لا أنا أبغى أشتغل بجودة بس مع تكريفة منخفضة لا أنا أبغى أركز على الكل لا أنا أبغى أركز على الجزء لا أنا بعدين يتصل عليك مثلا أصحاب مثلا أنت في مراكز تدريب يقولك يا أخي أنا أبغى أقدم دورة تدريبية مثلا للجمهور كله العام بس أبغى أجيب مدرب درجة أولى أقولك كيف يا أخي ما ينفعش أنت الاستراتيجية عندك أنت عالق في المنتصف أنت ما تعرف مع من تعمل لذلك يجب أن تعرف ما هي الاستراتيجية المناسبة لك حتى لما تكتب رؤية وتكتب رسالة تكتبها وأن تعرف مع من ستعمل سؤال لكم ماذا استفدنا من استراتيجية بورتر الاستراتيجية الرئيسية ماذا استفدنا منها من يحب يشاركنا الله أكلاف يا دكتور أنا عندي سؤال بس ما لش أشكل علي التركيز مع التمايز واستراتيجية التمايز وإيش الفرق يعني اللي بينها يعني كانت أجلهم بعض نعم هناك عندك فوق استراتيجية التمايز أنا سأقدم خدمة فريدة وميزة لكل الأشخاص للأناس كلهم جيد تدخل عندي دايما المتجر تجدني دايما عندي أنا ماذا عندي تركيز على الجودة أنا مركز على الجودة الناس يجوني ليش أني عندي جودة حيرو التركيز مع التمايز لا أنا جايز أركز على شريحة معينة فئة معينة وأقدم لها بجودة عالية حيرو وحتى أوضح لك هذا الموضوع تعال شوف في البنوك البنك عندك الآن لما تأتي لأحد البنوك تلقى عنده فرعين فرع يسميه فرع التمايز لمن هذا للناس اللي عندهم رصيد فوق المليون ليش طيب لأنه جايز يقدم بجودة عالية لهم وماذا وتركيز على شريحة محددة حيرو فهذا التركيز مع التمايز أما كل الجمهور نعم أنا أقدم عندي تميز للكل أنا عندي خدمات جيدة في الجودة عندي جيدة ممتازة للكل واضح الفكرة؟ واضح الله أعتمد عليك شكرا لك على السؤال الجميل وشكرا لك أنك سعتني وذكرتني بالدانوب جزاك الله خير طيب من يحب يشاركنا؟ تفضلي أنا عندي سؤال تفضلي يعني في الشريحة اللي قبل أنت قلت أن المؤسسة ما حددت أي شيء اتجاهها وحتكون عالقة في المنتصف طب المؤسسة لما تكون عالقة في المنتصف إيش هتسوي يعني كيف تحدد؟ لابد من وجود جلسة هذه الجلسة بعد شوية راح أتكلع عنها عند كتابة الرؤية والرسالة لابد نجد أنه إحنا لابد نتفق إنتم إيش اللي تبغلونه؟ إيش الميزة تنافسية اللي تبغلونه؟ إيش الفكرة الأساسية اللي تبغلون نحققها لابد نتفق عليها ويحصل هذا من خلال ورش العمل الأساسية وهنا لابد أن يجسون ملاك سوى نجس مع الملاك سوى نسمع منهم نجس مع المدراء الإدارات نسمع منهم ليش؟ لأن هذا النقطة معناها الثقافة المؤسسية ما راح تدعم أصلاً رؤية والرسالة جيد؟ صحيح وبالتالي تحليل صوات بكرة وتحليل الفجوات راح يساعد في هذه النقطة طيب تعالوا بنا الآن نتكلم أيضاً عن شيء آخر وحدة من الأفكار الأساسية اللي يجب أن نتكلم عنها قبل حديث عن رؤية ورسالة شبكة القيمة ما هي شبكة القيمة؟ شبكة القيمة هي عبارة عن شبكة نتحدث فيها عن فكرة أساسية في التفكيل الاستراتيجي لمنظماتنا سؤال إيش الفكرة الأساسية؟ إنت شريكتك أو منظمتك فيل ولا نمر؟ كيف يعني فيل ولا نمر؟ بص معي النمر يعيش في الغابة والفيل يعيش في الغابة واللي أكيد هذه معلومة معروفة إيه معروفة؟ بس شوف معي كل واحد منهم إيش طريقته في الآن البقاء؟ كيف كل واحد منهم يمحافظ على نفسه في البقاء؟ النمر القاعدة اللي عنده موجودة إني أنا مفترس وأن كل كائن حي موجود في الغابة هو هدف بالنسبة للإفتراص وبالتالي هو يرى إني أنا لابد ما أتحالف مع أحد أنا لازم أكلهم كلهم هذا النمر طيب والفيل الفيل لا الفيل يرى أنه برضو ترى الفيل يعني أكل لا وقوي جدا بس يقولك لا أنا حبيب مع الكل أنا سأحاول أزبط علاقاتي مع الكل حلو؟ وبالتالي أنا سأساعد الكل وسأتعايش مع الكل وفي نفس اللحظة اللي راح يدسلي على طرف ترى عندي أنياب ممكن يسوي أقض عليه ما عندي خرطوم ممكن أضربه ممكن أرزعه بس كده برفسه ممكن أقضى عليه طيب هل أنت الآن شاركتك من أي نمط؟ هل هي من نمط اللي يعيش بثقافة التحالفات وبناء التحالفات؟ ولا شاركتك من نمط اللي عايش على فكرة أنا نمر وأكل كل إيش طبيعة شاركتك؟ أرجو أن تلاحظ شيء غريب أن النمر هذا القوي عندما يقابل النمر الفيل فإن النمر يحاول يمر بكل هدوب جب الفيل ليش؟ لأنه يعرف أنه لو لو اقترب من الفيل ممكن الفيل يقضع عليه وضح الفكرة؟ فالفيلتر ليس ضعيف لكنه يحب أن يكون ماله يحب أن يكون عنده نوع من التعايش إذن عندنا استراتيجيتين طيب إيش الفرق في هذه الاستراتيجيتين؟ يا أخي الله لا يوريك لما نزور بعض جهات لما نزور بعض جهات منشآت في قطاع حكومي ولا قطاع خيري ولا قطاع خاص أحيانا نزور مدير منشآت القاية يتعامل معنا بطريقة النمر يا أخي أنا صاحب منشآ وأنت صاحب منشآ تعال خلنا نتواصل يا أخي تعال خلنا بني يصبح تواصل لا منافسين أنتم لنا أنا أفكر معاك كمنافسين بلا شك بهذه الفكرة جيدة بس لازم تحدد أنت من أي نمط أنت من نمط الفيل ولا نمط النامر تعال بنا نشوف روح التعاون بين المنافسين هذه الفكرة الأساسية لاحظوا معايا العبارة نفسها غريبة روح التعاون بين المنافسين هي الروح الأساسية اليوم في سوق العمل وهي اللي من خلال نستطيع أن نبني رؤية ورسالة خلي الناس يحبونها يتعاملون معنا روح التعاون بين المنافسين تعني كيف نستطيع أن نفكر بطريقة نجعل الكل يتعامل معنا اليوم لاحظوا معايا اليوم شركات السيارات ما تستطيع شركة السيارات أن تعمل وحدها لا بد أن تبحث عن مجموعة من سلاسل الإمداد ومجموعة من الخبراء ومجموعة من المشاركين معها حتى تنجى اليوم نحن في عالم يسمى عالم التحالفات كيف تستطيع أن تصنع تحالفات قوية في السوق عشان ما تبني رؤيتك ورسالتك لا تكون أناني فيها لذلك هنا في شبكة القيمة هذه شبكة القيمة هو نموذج أول ما ظهر ظهر على يد أدم وباري نيفلوف هذا الاثنين نشروها في كتابهم التعاون بين المتنافسين هذا النموذج ظهر عام 1996 يركز هذا النموذج على أن المنظمة لها أربع أبعاد لابد أنك ماذا تفعل تقوم بعملية جذبهم أولا الزبائن آه لحظة إيش الفرق بين كلمة زبون وعميل إحنا يا أخي قطاع حكومي ما نحب كلمة زبون ما نحب كلمة عميل إحنا ممكن نقول مستفيد أقولك يا أخي سميهم اللي تبغى ما عندك مشكلة بس خلقك تفهم مفهومهم عشان تعرف إيش الفرق بينهم عندنا واحد اسمه زبون الزبون هو اللي يتعامل معاك لمرة واحدة وقد لا يرجع اسمه زبون ليش طيب تعامل معاك؟ لأنه احتاجك وجاء طلب منك خدمة فهذا اسمه زبون طيب ولو كان ما فيش إلا أنت وحدك اللي تبيع الخدمة وكل مرة يطر نجي يتعامل معاك فهو بالتالي يعتبر زبون أنت سميه مستفيد سميه بس هو ماذا يعتبر زبون؟ لأنه يتعامل معاك غصبا عنه ما فيش عنده إلا أنت حلو؟ ثاني روح ما فيش إلا أنت فيضطر يتعامل معاك هذا اسمه زبون متى نسمي الزبون عميل؟ عندما هذا العميل يقرر بقراره باختياره أن يعود التعامل معاك ويفضل ما تقدم له من خدمة ويوصل آخرين بالتعامل معاك فإنه عميل فالعميل جت من المتعامل اللي يتعامل معاك برغبته يعني هو أنت عندك مجموعة خيارات بس هو يفضلك أنت ولذلك هنا في هذا النموذج كيف نستطيع أن نحول الزبائن إلى عملة؟ ونحافظ عليهم؟ إذن هذا واحد الشيء الثاني عندنا منافسين كيف نستطيع أن نتحرف على منافسينا؟ ونقيم معهم علاقات ليش ننافسهم؟ وإذن عندنا ناس مكملين مثلا إحنا نشتغل في مجال المحاملة معانا ناس مكملين اللي هم المحاسبين القانونيين نشتغل في مجال التعليم معانا ناس مكملين لهم من عنصر التدريب ممكن يكملونا إحنا الناس مثلا شقالين في مجال قطاع أمني ممكن أيضا الإدارة العامة المكافحة عن المخدرات تكون مكملة لنا إذن معانا ذلك المكملين هم الذين يعملون معاك لتكميل قطاعاتك أيضا من الموردين؟ من الناس الموردين اللي يوردونك الإجراءات؟ فبالتالي قال لك إحنا الآن سنتعرف على كل اللاعبين وعجبتني كلمة اللاعبين بهذا النموذج نموذج شبكة القيمة يتعامل أنه يقول لك لابد أن تعرف على كل اللاعبين حتى تستطيع أن ترزم استراتيجية جيدا منظمتك فتعرف على الزبائن من هم الزبائن اللي عندك؟ من اللي يشترون منتجك؟ من هم المكملين؟ اللاعبين الآخرين يقدمون لك منتجات وخدمات أنت تكمل منتجك يعني مثلا أنا الآن في التدريب من اللي عندي الآن لاعبين يكملوني منتجي؟ الشخص مثلا ليساعدني من خلال أنه والله قدم لي من كيفية تصاميم أو مثلا ساعدني من خلال الانترنت أو ساعدني من خلال أنه والله أعطاني الآن زوم أيضا الموردي من الموردي؟ الشركات الانترنت عندي الآن شركة الكهرباء موردين لي أيضا من منافسين؟ من المدربين الآخرين يقدموا المواد؟ وبالتالي أنا الآن لا بد أن أتعرف على كل الشبكة حتى أستطيع أن أصممها بشكل جيد هذا إذن معناه أن أتعرف على من هم الزبائني؟ من الناس لنا قدموا لهم الخدمة؟ ماذا يحتاجون مني؟ لماذا هم يشترون بضاعتي؟ لماذا هم يأتون عندي؟ لماذا هم يفضلوني؟ أذن علي أن أتعرف من المكملين لي؟ لما هي المنظمة اللي عندي؟ لماذا هؤذر الناس يعتبرون مكملين لمنتجاتي؟ طيب أنا ماذا أقدم لهم؟ أيضا من الموردين ليدعموني؟ أيضا من المنافسين لي نفسوني في السوق؟ لماذا هم مفريدين؟ لماذا أيضا الزبائن حقي يروحوا نشترون منهم؟ لماذا؟ إذن لا هذا الأساس أنا سأتعرف على هذه المنظومة علي أن أتعرف على كل أنصر من هذه العناصر عشان وأنا أبني استراتيجيتي أعرف أنا استراتيجيتي من يعمل معايا في نفس القطاع نصيحه دائما كلما استطعت أن تفهم قوانين المنافسة المحلية طيب سؤالكم هل عندنا قوانين اسمها قوانين منافسة المحلية نعم عندنا الآن مثلا في السعودية هيئة اسمها هيئة المنافسة هذه هيئة تنظم المنافسة وتظنى أنه لا يوجد تنافس إلى منافسة شريفة وبالتالي علي أن أتحرف على ما هي القوانين الموجودة في البلد حتى عندما أكتب رؤيتي ورسالتي أنا أعرف إش هي قوانين التنافس الموجودة ما أقول والله مثلا عندي أقول كالتالي أن أكون المقدم الوحيد المقدم الوحيد لخدمات التدريب في المملكة العربية السعودية أول ما تقول هذا سيرترفع عليك على طول باشرة هيلة المنافسة قضية لأنك أنت احتكاري تحتكر شيء وأنت أصلا في قطاع خاص مفروض ما تحتكره إذن على هذا الأساس أني يجب أن أعرف ما هي القوانين الموجودة عندي في هذه المكونات إذن أنا علي أن أعرف روح التنافس علي أن أبني جسور نسميها الشراكات الاستراتيجية هذه الشراكات الاستراتيجية كيف أستطيع أن أبنيها مع المكملين مع الموردين مع المنافسين مع العملاء بحيث أستطيع أن أبني استراتيجية تساعدني دائما على عملية النجاح لذلك علي أن أعرف كيف أستطيع أن أحدد من اللاعبين اللي لهم علاقة بالرؤية والرسالة والقيم حقي ما هي حساب القيمة المضافة أنا ماذا أوضف لهم هم ماذا يضيفون لي ما هي قواعد اللعبة في التعاون وتشارك معهم ما هي التكتيكات اللي رح أستخدمها عشان أبني استراتيجية معهم ما هي المجالات والنطاق اللي سأعمل عليه وبالتالي أنا سأبدأ أسأل نفسي السؤال من اللاعبين اللي معايا ماذا يقدموا لي من قيمة مضافة ما هي قواعد اللعبة في التعاون داخل السوق حقي ما هي التكتيكات اللي لازم أسويها عشان يكون بينها تعاون إيش هو المجال والنطاق سنتعاون فيه وبالتالي عندي أحدد أولا من هم اللاعبين معايا من الناس اللي ستتعاونون معايا من القطاعات اللي ستدعم لي أحدد شبكة علاقات أحدد فيها كل من له علاقة برؤيتي ورسالتي وقيمي عشان وأنا أبني الرؤية ورسالة أكون أعرف من سيقدم لي الدعم من سيقدم لي خدمات عشان أستطيع أن أنجح ثم بعد ذلك أبدأ أسأل نفسي سؤال ما هي الآن ما هي الآن أيضا اللاعبين من سيشارك معايا في خدمة سيقدمها ثم أسأل نفسي سؤال ماذا سيقدم لي كل واحد منه ما القيمة المضافة الخاصة بي من سيقدم لي من خدمات من سيقدم لي أيضا من إمكانيات متاحة بالنسبة لي ثم بعد ذلك أبدأ أسأل نفسي ما هي قواعد اللعبة كيف أستطيع أن أنا الآن أجيد قواعد اللعبة في منظمتي ما هي القواعد الساعد منظمتي في العمل كيف أستطيع أقوم بعملية تحديد التشارك بيني وبين الآخرين كيف سيكون عندي الشراكات الاستراتيجية ما هي قواعد أيضا التعاون ما هي قواعد الفوائل اللي سنقدمها لزبائنا أيضا ما هي الآن تكتيكات كيف ستكون خطتنا في التعاون ماذا سنعمل كيف سنقوم بعملية وضع التعاونة والتحالفات إيش المجال والنطاق اللي سنعمل فيه على ماذا سنركز إيش التعاونات اللي سنركز عليها رؤيتي ورسالتي كلما كانت هذه الرؤية واضحة كلما نجحنا كي سألتني قبل شوية الأستاذ السؤال كيف أستطيع عملها سنعقد ورشة عمل نجيب الموظفين عندنا نقول تعالوا نحدد من زبائننا من المنافسين لنا طيب من الموردين اللي عندنا طيب من المكملين لنا طيب إحنا إيش نقدم لهم طيب هم إيش يقدموا لنا نسوي ورشة عصف ذهني هذا الأمر كله لما نسوي ورشة عصف ذهني يظهر عندي الآن من العاملين معايا من الناس يساعدون معايا وبالتالي أبدأ أركز عليهم في رسالتي في استراتجيتي في رؤيتي في رسالتي في قيمي أبدأ أركز كيف أستطيع أحافظ عليهم قيل لو أنا عندي قيمة اسمها قيمة الآن التنافس نمر أنا نمر فقط وأقول والله تعال نبغى نتعاون مع الآخر كيف نتعاون معه هذا في القيم حقك غير قيمة حقك سوي قيمة اسمها قيمة التعاون عشان تستطيع تعاونهم معك الآخرين فأبدأ أتعرف على ما الذي مجد عندي هذه الطريقة شبكة القيمة رح تخليني أبدأ أعرف كيف أستطيع أحدد اللاعبين الرئيسين معايا طرق أفضل منافسة طرق أفضل التكيف مع الآخرين كيف أستطيع أحدد التحالفات أكثر معهم ونفس الشيء لها السلبيات إن فقدان المنافسة فقدان الميزة التنفسية ممكن يخلي عندي نوع من عملية إن أنا أكون عندي دائما مربوط بآخرين معايا في العمل سؤال لكم ماذا استفدنا من هذه الاستراتيجية ماذا استفدنا من أنك فيل ولا نيمر أسمع منكم دكتور فضل أقول مهما كانت التنافسية عالية لابد من التعاون والبحث عن النقاط المشتركة لتحقيق مصالح لكل الطرفين وبناء تحالفات ضمان نجاح مستمر كذلك تحديد أصحاب المصلحة ومعرفة احتياجاتهم وتأثيرهم وترتيبهم لذلك أحيانا تصير عندنا الرؤية تصير فيها نوع من 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 الأنانية المفرطة لأنني لم تفكر في الآخرين معايا جدا رائع أيضا من يحب شاركنا دكتور عفوا هل في نماذج سنحصل عليها بعد الدورة لأن تجينا كل ناسة كام لكن نحتاج نماذج نشتغل عليها كعمل إن شاء الله إن شاء الله لما ندخل على جانب آخر تفصيل بإذن الله طيب إذا نتعالوا بنا الآن نتحدث عن كيف نستطيع أن نقوم الآن بعملية الآن أكثر في عملية التفصيل تعالوا بنا نشوف أيضا من المحددات الموجودة عندنا محدد أساسي عندي الآن هذا نموذج نسميه نموذج للتخطيط هذا النموذج أساسا يستخدمون من يستخدمون الناس اللي يعملون في مجال الاتصال التسويقي هذا النموذج يوضح لنا لماذا يجب أن يكون عندنا رؤية ورسالة في تواصلنا التسويقي في عملية بنائنا إحنا يجب هذا النموذج يساعدنا أن ننظم الخطة اللي سنقدم بها وسننظم عملية وصولنا للآخرين هذا النموذج قائم هذا النموذج قائم على مصطلح يستخدم كثيرا في مجال التخطيط للتسويق كيف نستطيع أن نسوق رؤيتنا نسوق رسالتنا نسوق منتجاتنا نسوق أفكارنا كيف نستطيع أن نبني علاقات مع الآخرين هذا النموذج قائم على فكرة أن أولا البحث والتحليل علي أن أبحث وأحلل في مجال سوقي أيضا أبدأ أحدد من هو الجمهور المستهدف وحدد أيضا ما هي الميزانية اللي عندي توافق معها ما هي تحديد الأهداف كذلك ما هي الاستراتيجية اللي أنا مناسبة لي وحدد ما هي اتخاذ القرارات التكتيكية وحدد أيضا ما هو التنفيذ كيف سأنفذ ثم أحدد كيف أستطيع أتحكم وأقيم هذا النموذج من جماله أنه يبدأ أولا في عملية تحديد البحث والتحليل إذن أنا سأحدد مع منظمتي يجب أن أحدد كيف سنعمل مع بعض وبالتالي كيف ستكون رؤيتنا كيف ستكون رسالتنا كيف ستكون استراتيجيتنا إحنا لما نجي نكتب رؤية ورسالة يجب أن يكون موجود في ذهننا هذا النموذج يجب أن يكون عندنا موجود في ذهننا أن أنا سأحلل الموقف أسوي تحليل باستيل أسوي المزيج تسويق أسوي تحليل بارت الخمسة تحليل أيضا صوات هذه التحليلات كلها يجب أن تكون موجودة عندي عشان أنا أكتب الرؤية ورسالة أعرف هل المنظمة اللي عندي قادرة تحقق الرؤية ورسالة ولا لا هل فعلا اللي كتبناه أنا قادر أحققه ولا لا إذن على هذا الأساس لاحظوا الشيء التالي إن أنا عندي سأقوم بعملية تحليل ثم أصنع قرار إن هذا الرؤية ورسالة حقنا وأتخذها ثم سأقيم هل أنا ماشي صح ولا لا هذا كله معناه أني لازم يكون في ذهني أني لازم أسوي تحليل لازم يكون عندي جمهور مستهدف لازم يكون عندي ميزانية محددة أنا أحطها في ذهني لازم يكون عندي أهداف محددة لازم يكون عندي قرارات تكتيكية لازم يكون عندي تنفيذ وتحكم وبالتالي أنا لابد يكون عندي جمع معلومات وبيانات كبيرة عشان أستطيع أقوم الآن ببناء هذا النموذج إذا على هذا الأساس أنا أولا سأقوم بالبحث أبحث السوق وأتعرف عليه ما الموجود في السوق ما هي الإمكانية الموجودة في السوقي ثم أبدأ برحلة التحليل أبدأ حلل أيضا في التحليل وحلل مجموعة من الأسئلة أين نحن الآن لماذا نحن هنا تحليل من هم المستهلكين بالنسبة لي ما هو السوقي ما المنتجات لا أقدمها إيش المشاكل اللي عندي إيش الفرص اللي عندي إيش أيضا تحليل باستيل أيضا تحليل مزيج التسويقي ما هو قوة بورتر الخامسة اللي تحدثنا عنها أيضا سأتحدث عن كيفية تحديد الجمهور مستهدف أحدد فيه من هم عملائي ما الذي أقدم لهم ماذا يشترون مني أين يمكن العثور على خدماتي أين أحصل عملائي في أي مكان أجدهم أيضا سوق اللي أقدمه ما الذي يميزني فيه أحدد أيضا إيش الميزانية التقديرية الموجودة عندي هل ميزانيتي معقولة هل سعري مناسب هل نسبة مبيعاتي جيدة أيضا أبدأ أحدد الأهداف هل أهداف محددة هل فعلا واقعية الأهداف لوضعتنا أحدد أيضا استراتيجيتي هل استراتيجيتي محددة هل استراتيجيتي واضحة بالنسبة لي أيضا ما هي التكتيكات كيف سأعمل في السوق كيف سأقوم بالتنفيذ سأحدد أيضا عندي ما هي ترى الآن آلية التنفيذ التي ستكون موجودة ثم أحدد عندي التحكم كل هذه الأفكار يجب أن تكون موجودة في الذهن قبل أن نبدأ في عملية الرؤية والرسالة طيب سؤال مهم جدا إيش أهمية الرؤية والرسالة أهمية الرؤية والرسالة تكمن في هذه الدائرة سبقنا تحدثنا عنها سابقا وعيدها سريعا وهي الدائرة الذهبية هذه الدائرة الذهبية لسينك هذا الرجل سينك ألف كتاب اسمه ابدأ بلماذا هو يقول رسالة عجيبة جدا ماذا يقول يقول من خلال التحليل يقول من خلال التحليل أنه وجد أنه كثير من المنظمات بعد أن نضع توجه استراتيجي ويبدأون الموظفين يعملون لكن تجد أنه كل المنظمة كل واحد شقال باتجاه مختلف لذلك يجب أن نحشد الجهود كيف نحشد الجهود من أجل جعلهم كلهم يتجهون في اتجاه واحد من خلال رؤية ورسالة واحدة لازم يكون عندنا رؤية ورسالة واحدة وهدف وقية مشتركة عشان يكون عندنا شيء واحد لذلك هو يقول أنه خلال الدراسة أنه في ثلاث دوائر الدائرة الأولى لماذا نعمل؟ الدائرة الثانية كيف نعمل؟ الدائرة الثالثة ماذا نفعل؟ يقول دائما سؤال ماذا نفعل؟ إيه اللي تتكلم عن المنتجات والخدمات اللي نقدمها؟ أكثر منظمات كل المنظمات يعرفون ماذا نحن نفعل وأقلهم يعرفون كيف نفعل والنادر جدا ليعرفون لماذا الرؤية والرسالة والقيم هي إجابة لسؤال لماذا؟ لماذا نحن نعمل؟ إذن إحنا نتكلم عن لماذا نعمل بهذه الطريقة؟ نحن نريد أن نجيب على هذا السؤال لماذا نعمل بهذا الأسطوب؟ لماذا نقدم الخدمة بهذا الأسطوب؟ لماذا؟ ما الذي يميزنا؟ مثلا الشركة اللي تبيع جوالات لو جيت عنده واحد يبيع موبايلات وردتني أنت شتبيع؟ قال الله أنا أبيع جوالات أبيع جوالات جوالات؟ هذا معناه يعني أنت ما عندك شيء أنت بس تبيع منتجات جوالات لكن لو قال لا نحن شركة سامسونج تعمل من أي تحسين جودة الحياة أوه معناه أنت عندك هدف كبير وذلك لو تلاحظ سني تضع ماذا؟ تضع قيمة لها تقول عالم سني تحسين عالم سني إذن معناه إحنا يجب أن ننتقل من لماذا إلى ماذا؟ في سني هذه سني نفسها سني يوم من الأيام كان عندها شعار وهو شعار نحن نصنع ما تصنعه جريكة جريل الإكتريك بسعول أقل بجودة أقل بموارد أفضل لكن بعد فترة غيرت قلت لا أنا مش ماذا؟ أنا لابد أتحول من ماذا؟ أتحول إلى كيف؟ وبذلك بدأت من كيف؟ أتحول إلى لماذا؟ إذن لابد عندي من التكامل إذن لماذا نحن نكتب رؤية ورسالة؟ نحن نكتب رؤية ورسالة عشان ننطلق من لماذا؟ طيب تعالي بنا الآن نتحرف على الرؤية ورسالة وكيف نكتب رؤيتنا وكيف نكتب رسالتنا عشان ننطلق من لماذا الحقيقية وكيف يكون عندنا الآن معرفة شديدة بلماذا؟ طيب إيش يعني كلمة رؤية المنظمة؟ ما المقصود بكلمة رؤية المنظمة؟ إحنا قلنا قبل شوي في المقدمة أن الرؤية أحبة الكرام هي عبارة عن صورة ذهنية لما سيكون عليه في المستقبل الرؤية هي الصورة الذهنية للمنظمة في المستقبل ففي الأساس كلمة الرؤية الاستراتيجية هي عبارة عن تصور هذا التصور يسبق التنفيذ تصور هو ليس الآن واقعي إنما هو تصور لما سيكون عليه نحن في المستقبل هي عبارة عن تصور خيالي لغاياتنا لكيف ندو شكلنا بعد أربع سنوات بعد خمس سنوات هي حلم استباقي نحن نحلم به هي طموحات هذه الطموحات عادت نصيقها بشكل عبارة مكتوبة ونتشاركها جميعا نحطها في موقعنا نحطها على جدراننا في المنظمة نكتبها على مطبوعاتنا نتشاركها جميعا لأننا كلنا يجب أن يكون عندنا قناعة بها وكلنا نشعر أن كل واحد مننا ينفذ جسمنا الصياقة العامة لهذه الرؤية يحشد الجهود بشكل كبير ولذلك تعالوا بينا نتعرف على هذه الرؤية الاستراتيجية تعالوا أولا نتعرف على خصائص وميزات الرؤية الاستراتيجية الصحيحة قبل ما نروح نعرفها لأن بعد شوية راح أتكلم عن مفهومة إذن تعالوا نتعرف إيش الخصائص اللي تدل أن هذه الرؤية وهذه الميزة اللي كتبناها هذه الرؤية المشتركة صحيحة تعالوا بينا نتعرف عليه أول شي عندنا الرؤية الصحيحة لما نقول عندنا رؤية استراتيجية صحيحة في مجموعة من المميزات مجموعة من المحكات تدلك أن هذه الصياغة هي صياغة صحيحة أولا رقم واحد أول شيء أن تكون الرؤية واضحة معلنة لجميع أصحاب المصلحة بالمنظمة يعني معناها واضحة للموظفين واضحة للزبائن والعملة واضحة للموردين واضحة للشركاء واضحة للمنافسين واضحة أيضا لمن؟ للمجلس الإدارة وهذه يجب أن تكون أيضا معلنة للكل وتمتد لتشمل كل المعنيين بالمنظمة وجمهور المنظمة الخارجيين وكل كينات متعاونة معها من شركاء استراتيجيين ومردين متعاونين وكل درجها دا العلاقة لكن هناك شيء خطير هذه صح معلنة بس الدليل قاموس ماذا يعني بكل كلمة؟ هذه لا هذه نفسرها وحدنا نخليها سري عندنا لكن لازم يكون عندنا قاموس يفسر كل كلمة ماذا تعني مثلا فلنقول نحن نقول نحن الرواد في مجال التدريب إذن ما معنى كلمة رواد؟ نجلس كذا ونفسر ماذا؟ يعني كلمة رواد عشان نقول الريادة تعني هي كذا وكذا والريادة تعتقوم على كذا وكذا إذن لابد أن نحدد كل جزء ماذا يعني؟ أيضا يجب أن تكون الرؤية واضحة ومعلنة لجميع أصحاب المصلحة بمنظمة وتشمل أيضا طبيعة تعالى يجب أن يكون يمكن إدراكها تصورها عاطفية ملهمة للجميع يجب أن يتفق الكل عليها اتفاق واضح ويجب أن يكون عندنا خطة تشغيلية واضحة لها أيضا يجب أن تكون هذه المنظمة سياقتها بشكل استباقي يعني نكتبها كأنها في الماضي ولا نكتبها نحن في الحاضر نكتبها نحن في المستقبل يعني في المستقبل كيف سنكون نقول مثلا بيت خبرة في المستقبل سنكون نحن بهذا الطريق وبالتالي يعبر عنها كروية طموحة غايات وأهداف طموحة لنا في المستقبل كيف سنكون عليها ونعمل جاهدين عليها مش بس نكتبها وإحنا بعيدين عنها بل نعمل جاهدين عليها تنعكس في استراتيجيتنا تنعكس في أهدافنا تنعكس في تحليلنا ونحن نحلل نقول هل إحنا قريبين ولا بعيدين من رؤيتنا أيضا يجب عند صياغة الرؤية أن تشكل محتوى الرؤية مركز البؤرة ونقطة الانطلاق لكل العمليات اللي عندنا كل استراتيجياتنا كل أفكارنا كل تحركاتنا كل عملنا في منظمتنا يجب أن يكون منصبا على هذه الرؤية عشان نقول إحنا ماشينا على هذه الرؤية ومتجينا نحو هذه الرؤية أيضا يجب أن يكون دائما عندنا لغة صياغة سلسة مفرداتها ذات دلالة كل كلمة واضحة كل كلمة بشفافية واضحة لكل يعرفوا ما معناها يمكن حفظها بسهولة كل ما كانت واضحة للموظفين يقدرون يحفظونها بسهولة كل ما كان أفضل وذلك يجب أن تكون عبارة مختضبة سريعة ولكنها تفصيلات تكون أكثر هي عكس الرسالة رسالة ممكن تكون طرق طويلة لكن هنا الرؤية لا كل ما كانت مختضبة كل ما كانت مفهومة كل ما كانت متفق عليها كان أفضل أيضا من الأشياء المهمة بالنسبة لنا في الرؤية أنها عبارة عن جملة إنشائية أو بلاغية مختصرة قد تحتوي على مقاييس المفاضلة رقميا كميا بالتالي أننا أكبر نحن أفضل هذه العبارات جيدة أن تكون موجودة في الرؤية لماذا؟ لأننا توضح على التنفسية التي عندك توضح على المعيارية التي عندك توضح على أنت في الرائع أيضا لا بد أن تكون هذه الرؤية يشعر القاربها بالفخر يشعر بالاعتزاز يشعر بانتماء لهذه المنظمة يشعر بأنه مبسوط أنه يعمل في هذا المكان في هذا الكيان حتى يعلقها على صدره ويشعر بأنه الآن منتمي لها بالتالي يعمل من خلال تحقيق هذه الرؤية يشعر أنه يساعد ويساهم في عملية بناء هذه الرؤية وعملها أيضا الرؤية يجب أن تكون واضحة فضفاضة جدا معلنة لجميع أصحاب المصلحة يجب أن تكون أيضا في كل أعمالنا اليومية تنعكس يجب أن يكون كما قال سينك توضح وتجيب على سؤال نحن لماذا نعمل؟ لماذا نعمل في الدائرة الذهبية؟ لماذا نعمل؟ إذن لابد أن تكون واضحة أن ابتكاراتنا جاي منها هذه الرؤية كذلك يجب أن تكون دائما طموحة في المستقبل أنت دائما تدرس منافسينك هل ما زالت عندنا فيها أفكار إبداعية؟ هل ما زالت فيها دائما أفكار خلاقة؟ هذه الرؤية عندنا يجب أن تكون دائما تجاوب على الأسئلة العامة التالية ما هو شكل النجاح أو الهداف المطلوب تحقيق المنظمة؟ كيف لو نجحنا؟ كيف سنكون شكلنا؟ ما الفرص النجاح المتاحة والمتوقعة لمنظمتنا؟ أيضا ما الذي يمكن أن تفعل منظمتنا إذا توفرت لها موارد مادية؟ ما الذي تريد منظمتنا حتى تتميز وتكون متميزة في قطاع أعمالها؟ ما هي قيمة ومحاور الممكنات الموجودة في المنظمة؟ أن تعكس أيضا المنظمة في نفس الوقت القيم المؤسسية الموجودة عندها كل ما كانت هذه الصياقة جيدة كل ما نجحنا هناك خصائص وميزات للرؤية المميزة أولا أن تبدأ بمبادرة قيادية نحن رواد عندنا نحن الأولين إذن معنى ذلك أن تبدأ بعبارة تصف فيها روح القيادة روح المبادرة أيضا أن يتم صياقتها بشكل استباغي تركز على المستقبل تتحدث عن نحن كيف سنكون في المستقبل لا تعكس حاضرنا إنما توضح مستقبلنا إحنا أين سنكون في المستقبل؟ يعني ماذا ذلك؟ معنى أننا ممكن نكون بعيدين عنها الآن لكننا متجهين لها أنا الآن أريد أن أذهب إلى مكة بس أنا في الرياض أنا الآن بعيد عنها لكن أنا متجه لها إذن معنى ذلك أنها ستكون بذلك أنا أريد أن أحفظ القرآن الكريم أنا لا أحفظ القرآن الكريم الآن أنا أريد أن أحفظ القرآن الكريم وبالتالي هي ليست مستحيلة لكنها ليست في واقعي الآن أنا يجب أن أبدو الجهد حتى أستطيع حققها كذلك أيضا أن تتضمن رؤية كلمات محددة تشير بشكل مباشر وشكل واضح للطموحات للآمال للغايات لتنشدها المنظمة هي تركز على حصر وصياقة كل أهداف في هذه الرؤية كذلك أيضا هي أن تكون بعيدة المدى يعني بعد فترة بعد ثلاث سنوات بعد خمس سنوات بعد عشر سنوات سنقوم بهذا الشكل كذلك أيضا تحتوي الرؤية على مقاييس المفاضلة وحدات رقمية مثل أفضل أعلى أكبر أو حتى نسبة نحن سنكون الأفضل بنسبة كذا أيضا قد أن تتسم بالطموح والتحدي منسباتها يكون عندها طموح فيها طموح ملهمة ليقرأها يشعر بنعمل إلهام كذلك أن تتفق اتفاقا شموليا كاملا مع الأهداف ما تكونش رؤيتنا في اتجاه وأهدافنا في اتجاه ورسالتنا في اتجاه بل يجب أن تكون كل الأهداف التشغيلية منسجمة معها وما نجد أن عندنا رؤية ويطلع لك كل قسم برؤية وحده لا ما ينفع هذا الكلام المفروض أن كل الأقسام تصم في رؤية الرؤية الأساسية للمنظمة عندنا وأن تعكس التوجه الاستراتيجي لكل منظمتنا أيضا يجب أن تتسم بالتباتي النسبي يعني نكتبها وتستمر معنا لمدة خمس سنوات ست سنوات ما لم تأتي ظروف خارجية طارئة يعني غيرت في الصناعة نفسها غيرت في السوق كله كامل فعلينا أن نجتمع مرة أخرى ونقوم بتطويرها أيضا أن تنسجم مع ثقافة المنظمة مع قيمها كذلك أن تكون واضحة معلنة لدى العاملين والمستخدمين داخل المنظمة الكل يعرفها الكل المجتمع بها الكل المشارك فيها كذلك يمكن إدراكها يمكن تصورها يمكن الشعور بها ونشعر قارئ الرؤية دايما بأنه فخور بها كذلك أيضا أن نشعر جميع أصحاب المصلحة والمعنين بالمنظمة على أنها جانب عقلي وجانب وجداني وجانب إدراكي هذه الرؤية من فوائدها تربط بين حاضر ومستقبل منظمة تعطي معنى لحياة العاملين في صياغتها أيضا تزيد العاملين في الدافعية كذلك أيضا تضع معالم الطريق إحنا فين بأن نكون إيش كيف نكون مميزين عن غيرنا فالرؤية يجب أن تكون أيضا تعبر يعني تعتبر أساس السياقة استراتيجية المنظمة كل أهدافنا جاي من خلالها هذه الرؤية أحبة الكرام مفهومها ما مفهوم كلمة الرؤية بعد ما عرفنا هذه الخصائص كلها نقدر نقول أن الرؤية هي قبل تحديدها عندنا أشياء معينة يجب أن نتفق عليها عدم الخلط بين الرؤية والرسالة الرؤية نحن أين سنكون الرسالة نحن كيف سنصل الإشكالية عندنا دائما البعض الإخوة يخلط ما بين الرؤية والرسالة أو يخلط ما بين الرؤية والهدف أو يخلط ما بين الرؤية وما بين المرتكزات الرؤية معناها محصلة نهائية لما سنكون عليه صورة لنا أفضل كيف سنكون في المستقبل ولذلك عندنا أسئلة ما أهم المنتجات والأنشطة والخدمات اللي عندنا أفكار إبداعية ومبتكرة عند قضاء مدة زمنية كيف سنكون نحن في المستقبل أيضا ما شكل هيكلنا الإداري والوظيفي ومواردنا البشرية في المستقبل أيضا ما هي الأهداف والقايات المعنوية اللي عندنا المستقبل ما وضعنا المالي سنكون في المستقبل كل هذه الأشياء تساعدنا على التفكير لكن نحن في الرؤية الرؤية هي عبارة عن صورة دهنية هدف وحلم بعيد المدى تصاق بشكل استباقي غالبا ابتكاري وغالبا في نوع من إبداع لها طموحات منظمة آمال في المستقبل لا يمكن تحقيقها حاليا لكن نحن متجهين لها في ظل مواردنا في ظل قدراتنا نحن رايحين فيها عشان يكون فيها عندها طابع من الطابع من التحدي هذه الرؤية أحبة الكرام فيها فرق بينها وبين رسالة الرؤية دائما هي عبارة عن كلمات ملهمة هي كلمات تتكلم عن أهداف وغايات في المستقبل هي لا توجد فيها القيمة العكس فيها بشكل كبير لكن هي في الأساس توجد فيها أرقام لعملية من نحن الأول نحن عندها الريادة فيها نسب فيها كميات بينما رسالة لا الرسالة عبارة عن جملة إنشائية بلاغية مختصرة ضم قيم المنظمة إحنا لماذا موجودين نحن لماذا نعمل إيش طموحاتنا حتى نعمل من خلالها دائما بالنسبة لكميات المقاسة الرؤية فيها كلمات مقاسة المفاضلة نحن الأول نحن الأفضل نحن الأميز نحن الأقوى نحن الأجدر هذه دائما كلمات توجد عندنا فين في الرؤية لكن في الرسالة لا عبارات إنشائية بلاغية مختصرة توضح إحنا ماذا سنفعل كيف سنفعل حتى نصل أيضا في الصياغة الرؤية الجيدة عبارة عن تصور خيالي لغايات بينما الرسالة الجيدة هي عبارة عن تعهدات نتعهد نسلتزم بمجموعة قيم دائما ستكون موجودة لدينا إذن على هذا الأساس هناك أيضا فرق بين الرؤية والهدف الهدف عندنا يركز على معرفة الأسباب الرسمية لوجود المنظمة لماذا المنظمة موجودة ما أسباب مصداقيتها أما الرؤية تركز على الطريقة اللي نعمل فيها المؤسسة كيف سنكون نحن في المستقبل عادة الهدف يركز على استراتيجية عمل على أبعاد بعيدة المدى على أهداف مركزية على مقاييس ومعايير أما الرؤية تركز على استعارة تنظيمية معنا عبارة عن جملة توضع إحنا أين متجهين قيم تنظيمية احتفالات وأنماط صنوكية إحنا كيف سنكون في المستقبل نحن كيف سيكون محصلة أهدافنا بشكل كامل وبالتالي يا حبيتي الكرام كلما كانت رؤيتنا واضحة كلما كان عندها نجاح أكثر طيب تعالوا بي نسأل سؤال كيف نستطيع أن نحدد رؤيتنا عشان نحدد الرؤية أولا الرؤية هي عبارة عن صورة مستقبلية هي عبارة عن نموذج دهني مستقبل تمثل توجهاتنا موقعنا المستقبلي هذه الرؤية الاستراتيجية لها أربع أشياء كمحددات أساسية لها أولا وضوح قرض المنظمة ماذا نريد من منظمتنا أيضا معرفة قيم المنظمة ماذا نؤمن به أيضا تصور الوضع المطلوب كيف سنكون كذلك أيضا تحديد المهام ماذا يجب علينا فعله هذه الأربعة كلها يجب أن تدخل معنا في الصياقة لنسميها صياقة الرؤية طيب كيف نعمل هذا الأمر مفهوم الرؤية أن الرؤية تتعامل مع عالم موجود في الخيال ولكن نحن مقتنعين به بشكل كامل هذا العالم نرجو وجوده نحن نضعه على شكل افتراضية نحن نعمل من أجل هذا المجال واجب على كل موظف من موظفينا لما يدخل معنا أن ينغمس عنده هذه الرؤية حتى نصل لها هذه الرؤية أحبة الكرام من فوائدها أنها غالبا ترفض التعامل مع الوضع الحاضر هي تفكر دائما أن المستقبل تظهر صورة تنفيذية متخيلة كيف سيكون طبيعة إدارتنا هي تعكس رؤيتنا العامة هي تستخدم رؤية غالبا مباشرة هذه الرؤية من سماتها أنها تعكس نوايا استراتجية التحسين كيف سنكون تركز على العملة وأصحاب المصلحة أصيلة وفريدة تتميز منظمة عن قريناتها يعني من فعش نأخذها نص خلص أيضا تشكل تحديا وتعطي إحساسا بالمصير واحد قفزة إلى الأمام والحاضر لها منظور مستقبل بعيد المدى تنطوي على روح المغامرة من أجل إبداع هذه الرؤية من سماتها أنها صورية دائما متناغمة مع قيم منظمتنا واقعية وفيها مصداقية ترائي الاستجابة المتغيرات دائما فيها تنافسية دائما موجزة وقصيرة ملهمة لقرائها سهلة الفهم مشتركة وسهل حلقة رب أيضا موحد الأطراف المعنية بها هذه الرؤية خطواتها أولا نجل السواء نقوم بالتحليل ثم بعد ذلك نصيق سياقة أولية هذه السياقة المبدئية نضعها حتى نستطيع يكون عندنا عملية من كتابة نهائية كيف سنبدأ فيها أولا رقم واحد رح نشكل فريق اسمه فريق إعداد الرؤية هذا الفريق سيجتمعون من كل إدارات المنظمة ثم بعد ذلك سنبدأ نحدد مع الفريق صورة مركزة للنتائج المتوقعة في المستقبل نأتي على جدار ونسوي عصف ذهني ونقول تعالوا نتخيل منظمتنا في المستقبل كيف سنتكون ونعمل عصف ذهني وكل واحد يكتب أفكار ونعليكها على الجدار ثم بعد ذلك نبدأ نحول هذه كلها على شكل مقطع عبارة نص معين ثم نعقد لقاءات لبلورة الرؤية حتى نخرج بنص محدد لهذه الرؤية ثم بعد ذلك نضع صياقة الرؤية في صورتها النهائية كيف ستكون ثم بعد ذلك نقوم بإقرار الرؤية من قبل إدارة العليا ثم نعمل عملية ضمان نسوي مراجعة نهائية لها في الصياقة وعباراتها ونضع لها قاموس لكل كلمة ماذا تعني ثم بعد ذلك نقوم بطباعة الرؤية والإعلان عنها في كل مكان ونجعلها أيضا في نظامنا الأكتروني وفي مواقعنا التواصل الاجتماعي حقنا ثم نقوم بعملية جمع كل المقترحات حولها لتطويرها بشكل مستمر إذن هذه الرؤية ممكن نضع لها يعني أمثلة بعد قليل سنوضع لها أمثلة طيب عندنا شيء آخر مما سيتحكم في الرؤية هو قيم المنظمة عندنا قيم تسمى قيم المنظمة هذه القيم إذا وضعنا الرؤية ممكن رؤيتنا تصبح مادية فلابد أن نضع قيم لمنظمتنا تضمن لنا نحن كيف نعمل هذه القيم للمنظمة هي عبارة عن محددات السلوك أرجو أن تلاحظوا لو قلنا أني عندنا شروط اجتماعية هذا هو مجتمعنا هذه الطاولة وهذه هي منظمتنا هذه المنظمة عندنا موجودة وهي الجهاز العصب كأنها الكاس فإن القيم هي السائل والمحتوى اللي سنضعه داخل هذا الكاس لا يمكن أن تثبت هذا الكاس لا يمكن أن تثبت السائل داخل الكوب والكوب يرتج إذن لا بد أن منظمتنا لما تضع قيمها لا بد أن تضعها قيمها مستمدة من المجتمع نفسه من ثبات المجتمع نفسه ولذلك القيم الجيدة هي القيم التي تركز على قيم المجتمع كله الجانب الروحي وجانب الأسرة وجانب العلاقات والنمو الشخصي والصحة والانسجام نحافظ هذه كلها عشان نضعها في قيمنا قيم المنظمات عادة هي تشكل مبادل أتاسية للمنظمة تريدها في عندنا قيم أفراد وعندنا قيم للمؤسسة يجب أن نجلس سوية ونسوي توافق هذا القيم ندرس رسالتنا نتوافق عليها بشكل كامل نصيقها كلها في قيم واحدة إلا أن نستطيع أن نقول أن القيم عندنا في المنظمات لها نوعين هناك قيم أحبة الكرام هي قيم نقول عنها قيم أساسية عند المنظمة نفسها هذه القيم ستصنعنا رؤيتنا وتصنعنا رسالتنا بشكل جيد عندما تكون مصاغة لكن نستطيع أن نقول أن عندنا قيمنا قيم جاية من القوى البشرية قيم جاية من أسلوبنا الإداري قيم جاية من أعمارنا لكن يجب أن نصيقها كلها على شكل منصياغة نجلس نشوف أصحاب المنفع عندنا ما تريدون الخدمة عندنا ما تريد المجتمع عندنا ومريدين أخلاقياتنا ثم نصيق هذا كله في تعريف عشان نطلع منها القيم السلوكيات اللي عندنا داخل منظمتنا نطلع منها قيم هذه القيم رح تطلع عندنا كأنها عبارة عن قوانين كأنها عبارة عن سياسات كأنها عبارة عن معايير وذلك نقع عنها هي القيم هذه رح تشكل بالنسبة سياسات المعايير الأساسية اللي عملنا نقول إحنا نتعاون لماذا؟ لأن عندنا سياسة نحن نعمل على شكل فروق عمل سياستنا لأن عندنا قيمة اسمها قيمة فروق العمل طيب تعالوا نقول إيش أنواع القيم اللي عندنا قيم المنظمات تتكون من نوعين القيم الأولى اسمها قيم البقاء النربح قيمة الاستدامة قيمة النمو قيمة أيضا التنافسية هذه أربع قيم تسمى قيم البقاء لماذا؟ لأن من خلالها تستطيع المنظمة أن تبقى في السوق فهذه تسمى قيم المنظمة الأساسية علينا أن نجلس سوية نحن كعاملين ونتفق عليها هل اتفقنا عليها ولن نريد أن نغير فيها أنتم حرين بس نحن نقترح أن هذه القيم الأربعة هي القيم الأساسية لبقاء المنظمة في السوق وبعد ذلك عندنا قيم اسمها القيم الجمالية بعدما نضع هذه في القلب اللي اسمها قيم البقاء نبدأ الآن بصياقة قيم نسميها قيم النجاح قيم النجاح كل شركة كل منظمة تختلف عن الأخرى لكن نحن نخترح الشيء التالي مثلا الشريعة أن نراعي الشريعة في كل شيء في أمورنا أو نسميها الامتثال القانوني التعلم المستمر النزاهة الاحترام التميز الاتحاد المسؤولية المنهجية العلمية المنهجية الاحترافية الإبداع الاستدامة الربحية هذه ليست فرضا هذه حسب نجلس سوية ونسوي عصف ذهني عشان نحدد إيش القيم من ممكن تناسب منظمتنا فنحن نعمل ماذا نشكل فريق عمل هذا الفريق عمل نجلس ونسوي قاياتنا ماذا نريد في منظمتنا نحدد نوع القيم اللي نحن نبغاها نبدأ نقد اجتماع لعصف الذهني لها نبدأ نختار آراء العاملين اللي عندنا كيف سيكون نصنف أيضا نبوه بالإجابات نحط مسودة ثم بعد ذلك نعرضها على مجلس الإدارة ثم تعتمد فيطلع عندنا القيم اللي اسمها القيم الموجودة لدينا سؤال لماذا لما تروح مطعم تجده لما يعطيك الكاشير تقول له طلبك يقول لك بالعافية ليش ليش يقول بالعافية لأنها قيمة قيمة مغروصة عندهم اللي لابد أن تقول للعميل عندك بالعافية إذن هكذا القيم تظهر في سلوك الموظفين تظهر في تعاون الموظفين هذه القيم ستنعكس عندنا في الجزء الأخير عندنا في الرسالة رسالة المنظمة إذن ما هي رسالة المنظمة على هذا الأساس حتى نوضح رسالة المنظمة رسالة المنظمة لتعريفها يوجد بعدين رسالة المنظمة حتى نفهمها عندنا بعدين البعد الأول لغويا الرسالة كبعد لغوي هي تظهر من خلال أنها هي الشيء الواسع هي الشيء اللطيف هي الخطاب المرسل نرسله مننا للآخرين هي كتاب يجتمل على قليل من مسائل لغة أما اصطلاحا فهي عبارة عن كلمة مرادفة دائما إلى الرسالة الاتصالية بمعنى عبارة عن جانب المحتوى الملموس والمعنى للفكرة الأساسية نريد نوصلها مننا للآخرين إذن هي عند الاستراتيجيين لها معاني مختلفة تعالوا نتحرف على مجموعة من التعريفات عند الاستراتيجيين وأنا حقيقة وضع السلامكم بالله عشرين تعريف عشرين تعريف وسأقول كل تعريف أخذت من أي كتاب ليش عشان أوضح لكم أنه مهما اختلفوا الاستراتيجيين هناك تناغم بينهم على معنى كلمة رسالة المنظمة تعالوا نتعرف عليها أول واحد مصطفى محمود أبو بكر وفهد بن عبدالله النعيم في كتابهم لإدارة الاستراتيجية وجدة التفكير والقرارات مؤسسات المعاصلة يقولون في صفحة 446 بأن اصطلاح الرسالة يشير إلى الغاية من وجود المؤسسة ومن ثم فهي الأداء لتحديد هدف وهوية المؤسسة ومدى تفردها عن غيرها من المؤسسات المناظرة وهي الأساس في بناء الغايات لتسعى المؤسسات تحقيقه إذن معناه هي تحاول هذا التعريف يحاول نوضح أنه لو قلنا لماذا المنظمة موجودة لماذا هي موجودة هذا معنى الرسالة إذن الرسالة معنى لغاية من وجود هذه المنظمة تعريف الثاني هذا التعريف يضعه مجيد الكرخي في كتابه التخطيط الاستراتيجي عرض نظري وتطبيقي وهو كتاب جدا جميل يقول في الصفحة 96 عبارة مختصرة الرسالة هي عبارة مختصرة قليلة الفقرات سهلة التذكر توضح سبب وجود المنظمة وتصور أهدافها وأغراضها وترشد الإدارة والموظفين عن صنع القرارات الحاسمة هنا يوضح مفهوم الرسالة أن سببها هي عبارة مختصرة توضح ليش المنظمة دي موجودة والهم شيء أن تكون سهلة التذكر أيضا تعريف الثالث أحمد ماهر في كتابه الدليل لعمل المديرين في الإدارة الاستراتيجية صفحة 72 يقول بأنها رسالة رسالة المؤسسة المجال التي تعمل فيه المنظمة أهدافها العامة عادة تؤدي إلى وظائفها هذا التعريف يركز فيه بشكل كبير جدا على إجابة للسؤال لماذا لماذا المنظمة تعمل لماذا المنظمة موجودة إن الرسالة هي لماذا المنظمة تعمل هذا أيضا تعريف رابع هذا التعريف لعبد الحميد عبد الفتاح المغربي في كتابه الإدارة الاستراتيجية صفحة 70 يقول فيها بأنه رسالة المنظمة هي الإطار الرئيسي المميز للمنظمة دون غيرها من منظمات الأعمال من حيث مجال نشاطها منتجاتها عملائها أسواقها يؤكد هذا التعريف أنه في أبعاد رسالة المنظمة تمثل إطار عمل مميز للمؤسسة ويميد أزعارت الأفكارها إذا رسالة المؤسسة كما ينعكس في التعريف الخامس هي رسالة المؤسسة توضح طبيعة نشاط المؤسسة منتجاتها أسواقها بعض خصائصها يوضح لماذا المؤسسة موجودة هذا أيضا حسن رحيم في كتابه استراتيجية المؤسسة صفحة 27 كذلك أيضا في التعريف السادس عبارة عن جملة أو عدة جمل توضح ما الذي يميز منشأة ما عن غيرها ما هي المميزات التنفسية عندها ما القيم لتجعلها أكثر تميزا أيضا هذا يوضح بيان المؤسسة لماذا المؤسسة موجودة عن غيرها كذلك أيضا في التعريف السابع لجاسم محمد سلطان في كتابه التفكير الاستراتيجي في صفحة 249 يقول رسالة في النموذج الإداري يوضح ما التي ترقب منظمة في تحقيقه ما المدى المنظور لها هنا يتحدد المجال الإداري حدد مهمة المنظمة بشكل عريض حدد الاستراتيجية العريضة المنظمة توضح لماذا المنظمة موجودة أيضا التعريف السابع عندنا يوضح الشيء التالي يقول تعال هو يقترح جاسم محمد سلطان يقترح نموذج يقول عشان نكتب رسالة نستخدم هذا النموذج المجال نحن نعمل في مجال كذا أيضا المهمة النصبح كذا القوة قوتنا الاستراتيجية قيمنا فيقول لو استخدمنا هذا النموذج وكتبنا فيه سوينا ورشة عمل وجلسنا سوية وكتبناها استظهر عندنا رسالتنا إذن هو يقترح لنا هذا في كتاب الاستفكير الاستراتيجي والخروج من مأزق الراهن في صفحة 250 أيضا في التعريف الثامن يحرف أن الغرض من إنشاء الشركة هي رسالة توضح الغرض من إنساء المنظمة القيم والقناعات الموجودة عندهم الاستراتيجيات والمصارات الأساسية السلوك المتوقع منها هذا التعريف يركز أنه عبارة عن اشتراك الرسالة بيان مكتوب لا بد يكون مكتوب وموجود عند الأخير ذكروا الزكريا الدوري في صفحة 227 من كتابه إدارة الأعمال الدولية أيضا التعريف التاسع المنظمة هي تلك الخصائص الفريدة في المنظمة هي الشيء اللي يجعلها ميزة عن غيرها هذا تعريف ممتاز لعبد العزيز الصالح حبتور في كتابه الإدارة الاستراتيجية صفحة 89 أيضا التعريف العاشر تعتبر رسالة المنظمة خطوة مهمة لعملية الإدارة الاستراتيجية تعني بالغرض من وجود المنظمة يعني ما زلنا التركيز عندنا عن لماذا لاحظ أرجوك أني ثبتت الصورة كلها لماذا 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 كل تعريفات الرسالة هي إجابة لسؤال لماذا المنظمة موجودة هكذا يتكلم غسان عيسى العمري في كتابه نظم المعلومات الاستراتيجية صفحة 746 أيضا في كتاب نبيل محمد مرسي يقول أن استراتيجية الإدارة العليا كتابه إدارة العليا صفحة 41 يقول بأن رسالة المنظمة هي بتبت عبارة أو جملة تحدد مجال ونشاط وعمل المنشأة ما هي مجال نشاط المنشأة ماذا سيكون عليه المجال نشاط المنشأة ما الذي يجب عليه مجال نشاط المنشأة إذن أيضا لإجابة على السؤال لماذا فيك التعريف الثاني عشر رسالة المؤسسة هي الأغراض المستمرة للمنظمة مع علاقة بالحسبان مصالح وفئات معينة هذا في كتاب كاظم نزار ركابي لدارة الاستراتيجية العولمة والمنافسة صفحة 171 أيضا تركيز أيضا عندنا على لماذا تعريف الثالث عشر رسالة المنظمة هي تلك الخصائص الفريدة في المنظمة والتي تميزها عن قيرها في المنظمات المماثلة وتعريف أيضا الصياغة الأغضية تعكد التوجه والتوجهات الأساسية المنظمة هذا في كتاب فلاح حسن الحسيني لدارة الاستراتيجية صفحة 171 أيضا لماذا تعريف لماذا هذا الكتاب لوضعه الخليل حسن يقول تعال عندنا أشياء يجب أن نحددها هي ماذا في التعريف الرابع عشر يقول لابد أن أسأل لماذا وجدت المنظمة من هم زبائنها ما هي القيم والأسبقيات كيف يجب أن تكون ماذا يجب أن تكون عليها منشآتنا ما هو نوع نشاطها نجلس سوية ونحدد كله ونكتب رؤية من نكتب رسالة منظمتنا ونكتب الغرض من وجودها إذن هو يرى أنه لا بد من نحدد الغرض من وجودها أيضا في التعريف الخامس عشر يقول بأنه يمكن التمييز بين مدخلين رئيسيين في كتابة الرسالة أولا مدخل استراتيجي نظر الرسالة عنها أداء استراتيجية تستخدم الإدارة الإجابة على السؤال يتعلق بنوع لماذا نحن موجودين ما العنشطة التي تعملها وأيضا مدخل فلسفي أخلاقي ما القيم الأساسية الموجود فيها وبالتالي صالح عبد الرضا رشيد وحسان دهش يقولون دائما في كتاب الإدارة استراتيجية أن هي تعتمد على فلسفتنا إحنا ليش موجودين أيضا لماذا في التعريف السادس عشر رسالة المنظمة تمثل غايتها والغرض الأساسي من وجودها هذا أحمد سيد مصطفى أيضا لماذا التعريف السابع عشر رسالة المنظمة ليست مجرد وثيقة بل هي أساس عميق والتزام واعي بالهدف الذي أنشأت المنظمة من أجله هذا تعريف خالد محمد حمدان أيضا تعريف لماذا هذا تعريف ثابت عبد الرحمن إدريس وجمال الدين يرون بأنه هي تعريف في كلمات بسيطة بأنها الإطار المميز للمنظمة عن غيرها إذن التعريف التاسع عشر كما وضعناه بالإنجليزي أيضا لماذا المنظمة موجودة إذن الرسالة مهما اختلف المؤلفين فدائما نستخلص من هذا كله أن الرسالة دائما هي إجابة على سؤال لماذا المنظمة موجودة أكتب أي عبارة تريدها بس تجيبنا على سؤال لماذا المنظمة موجودة ليش أنت منظمتك موجودة هذا معنى الرسالة لماذا أنت تعمل وتضخ فيها القيم حقك وتضخ فيها ما الذي يجعلك تتحالف أو تتحالف ما الخدمات تقدمها الآخرين وبالتالي هذه الرسالة لما نيجي نبغى نحددها نبغى نقصيق الرسالة بشكل جيد فإن عندنا تحديدات أولا انتبه معي أن الرسالة هي الفلسفة العامة لترشد المنشأة والعاملين فيها لماذا نحن موجودين ولماذا ننتج هذه الخدمات وهي إجابة لسؤال سينك في الدائرة الذهبية لماذا نحن موجودين إذن هذه الرسالة الغرض الأساسي منها تحدد غرض الأساسي من وجود المنشأة وتضع الأسس والأسبقيات والاستراتيجية تحدد المصار الأساسي لوجود المنشأة تحدد المنشأة هذه لماذا تعمل ولماذا هي موجودة تربط كل الخطط بالمنشأة فيها هذه الرسالة الغرض الأساسي منها أنه تعطينا التفوق على الآخرين تعطينا المعرفة لماذا نحن نعمل تكسبنا التقدير والاحترام تشجعنا على الأداء والإبداع هذه العناصر فيها دائما بالشكل التالي نركز فيها على العملاء لما نجي نكتب رسالتنا أولا نركز على من هم عملاءنا نسأل أنفسنا من عملاءنا يجب أن يكون فيه كلمة عميل داخل كلمة رسالة أيضا ما هي منتجاتنا ما هي أسواقنا ما هي التقنية نستخدمها ما هي الاهتمام بالبحوث ما هي الفلسفة الفكرية اللي عندنا ما هو المفهوم الذاتي ما هي الصورة العامة ما هو الاهتمام بالعاملين هذه التسعة المحددات وضعها ديفيد عندما تحدث عنه قال لما نصيق رسالتنا لازم نسأل أنفسنا هذه الأسئلة التسعة عشان نستطيع أن نطلع منها صياقة جيدة في عملية صياقة رسالتنا إذن عندنا تسعة محددات نسأل أنفسنا في ورشة عصف ديني عشان نطلع بها رسالتنا هذه أسئلة أيضا ساعدنا على عملية التفكير لماذا العملاء يتذكرون ما هو شعور عملاء بعد تعامل معنا ماذا يقول عملاء لمعارفهم عننا ما الطرق التي يمكن أن تساعد بعضهم من أجلنا يعني نحن في رسالتنا ماذا نقول لهم نقول لهم نحن لماذا موجودين من أجلكم عادة الاستراتيجية مع القيم تدمج كلها عشان تطلع عندنا الرسالة عشان تطلع عندنا رسالة نحن لماذا موجودين هذه الرسالة معناها في الأخير هي إجابة على سؤال لماذا مؤسستنا موجودة هذه الإجابة إجابة شافية وافية لمن؟ لأصحاب المؤسسة للمستفيدين من العاملين للمجتمع لمصالح العلية توضح لماذا مؤسستنا موجودة رسالة المؤسسة دائما هي عبارة عن أسباب وجود منظمتنا ما الأسباب الطبيعية لوجود منظمتنا عادتاً يعاكس فيها ثقافة منظمة هيكلها نظمها الناس اللي يعملون فيها كل ثقافتها تتكون في ثقافة منظمة أيضاً الهياكل الإدارية التي تكلمنا عنها عندما تكلمنا عن مكينزي كلها تتماشى مع السوق مع طبيعة عملائها تقع النظم الموجودة فيها الناس اللي يعملون فيها كلهم يكونوا مقتنعين بهذه الرؤية وبهذه الرسالة وبهذه القيم وبالتالي عناصر سياقة رسالتنا ستكون بالشكل التالي أولاً سنشكل فريق عمل سنجلس سوية على شكل ورشة عمل وضعها ديفيد ونقول تعال نسأل أنفسنا لماذا نحن موجودين ونسوي ورشة عمل ونسوي أن نقوم بعملية صياقة رسالة نضعها في قيمة أولية بعد ذلك نتحاور ونتناقش ثم بعد ذلك نقوم بصرد المبادئ الأساسية وقيمنا ثم نقوم باستطلاع رأي كامل على إدارتنا ثم نطبع كل هذا في تبويب معين ثم بعد ذلك نقوم بعملية نشر رسالتنا إذن هذه خطوات كتابة رسالتنا جميل طيب إيش العناصر علينا أن نقرأ إيش سوقنا إيش ناحيتنا المالية كيف نستطيع نضعها في شرائحنا المعينة حتى نقوم بعملية صياقة رسالتنا لتضمن لنا البقاء تضمن لنا النمو تضمن لنا الربحية تضمن لنا التنافسية تعال خلنا نشوف إيش العناصر اللي عندنا ممكن تكون كمثال خلنا أخذ مثال هذه مثال شركة مارز للحلوة مثالها تقول من ناحية الجودة هذه الآن رسالتها العميل هو رئيسنا الجودة هو عملنا القيمة مقابل الثمن هدفنا من ناحية المسؤولية كافة الأفراد نطلب المسؤولية من أنفسنا كمساهمين ندعم مسؤولية الآخرين هي وضحت نفسها هذه رسالتها أيضا شركة مارز تقول من ناحية تبادلية المنافع تقول المنفع المتبادل المشتركة نحن دائما نشارك مع الآخرين تذكروا عملية تشاركة عندنا دائما كفاية في العمليات لدينا أيضا من ناحية الحرية عندنا استخدام نرسل مستقبلنا أيضا هذه شركة حلوة مؤسسة ألفا للأغذية الشعبية تقول كالتالي تقول نرنو إلى المحافظة على موقعنا الرائد في السوق عن طريق تلبية احتياجات عملائنا امدادهم مستوى عالي من جودة الخدمات ومنتجات هذه عبارة عن أمثلة نضعها من أجل أن تستبر من أفضل ممارسات ممكن الاستفادة منها كذلك أيضا هذه الخطوط السعودية تقول أن نكون الناقل الجوي عالميا عالي المستوى السعودي السمات فائق العناية بعملائه حريصة على العاية الموظفيه أيضا هذه الشركة العربية للإعلام شعاع تقول نحن هدفنا سد الفجوات بين الممارسة والنظرية الإدارية في الدول المتقدمة وبئة الإدارة العربية في سبيل المساهمة في إيجاد مجتمع عربي أفضل وبناء شراكات منظمات رائدة إذن هي تعرف ما دورها أيضا هذه خصائص الرسالة خصائص الرسالة عندنا أن تكون واضحة سهلة الفهم تكون مختصرة ومحددة تعكس فلسفة المنشأة تعبر عن ميزة تنفسية عند المنظمة فهي عبارة عن رسالة مننا الآخرين سيقها بعبارة أهم نقطة بالنسبة لها أنها تكون معبرة عنك وإنت وموظفينك حبينها أنت وموظفينك حبيتها تتميز دائما بأنها مرجعية في اتخاذ القرارات تكون صادقة في التعبير تكون واقعية قابلة تحقه تنبع من رؤية المنشأة بشكل كامل مثلا لاحظ معايا في رسالة مكدونالز مكدونالز يقول لها غايتنا إشباع شهية العالم للطعام الجيد مقابل سعر يتحمله الناس إذن لاحظ معايا إذن هم مركزين أحبة الكرام على ماذا مركزين في استراتيجية باستراتيجيتهم استراتيجية الناس إذن الكل السوق الواسع أيضا أقل سعر إذن معنا ذلك هذه استراتيجيتهم جينال موترز يقول لك أن غرض جينال موترز أساسي هو تقديم منتجات وخدمات متميزة بحيث يحصل عملانا على قيمة راقية وشارك موظفين وشركانا في نجاحنا ويحصل حملة الأسهم عائد متميز دائما على استثماراتهم أيضا شركة كورغر تقول أن هدفنا الأساسي هو أن نكون رابحين ورائدين من حيث الأداء في مجال بيع وإنتاج الغذاء والدواء ويأتينا التقدير من عملانا أيضا شركة هذه إدارة تعليمية بمنطقة ما تقول ضمان نجاح مئة بمئة من طلابها من خلال شبكة الخدمات التعليمية المستقلة والمنافسة تساعدهم على تحقيق الطاقة الفريدة لكل فرد إذن نحن سنصيق رؤية ورسالة خاصة بنا سؤالكم ما الذي استفدناه؟ ما الذي تعلمناه اليوم؟ إيش تقول أنا خرجت به اليوم من هذه الجلسة؟ تفضلوا شاركونا إن حبي شاركنا تفضلوا لكوينكو موجودين يا دكتور ولكن حقيقة يعني ممكن نختصر اللي أخذناه اليوم بكلمة أن ليست رؤية والرسالة شعارات براقة تعلق في الحائط أو في مدخل كل منظمة بل هي شعور ومشاعر تكون في الصدور حتى تكون في السلوك وأنها لا تقوم إلا بعلم واستخدام نماذج ونصفات يجب أن نتعلمها وأن يشترك في بنائها الرئيس والمرؤوس الزميم شكرا ولذلك هي إجابة على سؤال لماذا؟ يجب أن يكون عندنا ورشة عمل ورشة عمل كنا نشارك فيها رائع تفضلوا أيضا من حبي شاركنا؟ موضوع تحديد الرؤية والرسالة يعني فعلا زي ما قال الدكتور أنه موضوع مهين وله جذور عميقة يعني زي موضوع جبل الجليد الرأس يعني قد تبان في عبارة معينة أو سطر أو سطرين يوضح لنا رؤيتنا ورسالة المؤسسة لكن هي في الأساس لها جذور عميقة وممتدة في المجال الروحاني ومجال الواقعي والعمل والتعاون يعني حاجة صراحة رائعة وعجيبة شكرا يا دكتور شكرا لك كل شكرا أستاذ يحا تحب شاركنا؟ الله تكلاف يا دكتور تعلمنا أن الرؤية هي صورة دهنية للمنظمة يعني بالمستقبل في نقطة مستقبلية وأيضا اللي هي الرسالة يعني تتكون من جملة واحدة تلخص كل ما نحن يعني من نحن وماذا نريد وماذا نريد يعني هذه أهم الأشياء والنقاط يا سلام عليك يا سلام عليك يا عطية مبدع دائما ما شاء الله عليك شكرا لكم كل الشكر أحبة الكرام نحن اليوم كنا ضمن برنامجنا برنامج التمهير الرمضاني لإعداد أخصائي التخطيط كنا نتحدث عن مهارات بناء رسالة ورؤية وقيم شعار المنظمة في هذا اللقاء كنا حديثنا ضمن برنامج التمهير الرمضاني إعداد أخصائي التخطيط الاستراتيجي والتنفيذي والتشغيلي هذا البرنامج الذي يأتي في أربع حزم الحزمة الأولى حزمة التوجه الاستراتيجي حزمة الثانية تخطيط الاستراتيجي حزمة التخطيط التنفيذي حزمة التخطيط التشغيلي اليوم كان حديثنا حول التخطيط الاستراتيجي اليوم نحن تحدثنا عن مهارات بناء الرؤية ورسالة وغداً بذن الله موضوع عن تحليل بيئة المنظمة بكرة سنتحدث عن كيف نستطيع أن نقوم بها عملية تحليل الفجوات الموجودة داخل المنظمة سنتعرف غداً على تحليل صوات سنتعرف على مجموعة من التحليلات الأخرى اللي ممكن نستخدمها في عملية تحليل أداء المنظمة بإذن الله سبحانه وتعالى بكفاءة وفاعلية كونوا معنا غداً بذن الله من أجل نتعرف على كيف نستطيع أن نقوم بالتحليل كما أدعوكم جميعاً نشر هذه الفيديوهات لكل من تستطيعون من أجل مساهمة في نشر ثقافة التطوير في عالمنا العربي أرجوكم ساهموا في ذلك وبإذن الله سبحانه وتعالى لكم أجر في ذلك أيضاً أدعوكم إلى عقد ورش عمل في منظماتكم أحضروا قاعة تدريبية أحضروا زملائكم حضروا القيادات عندكم شغلوا الفيديو بعد ذلك قموا بعملية استماع له ثم بعد ذلك أديروا حوار ونقاش حول ما الذي تعلمنا في هذه الورشة شكراً لكم كل الشكر نقابلكم بإذن الله سبحانه وتعالى غداً في لقاء نتحدث فيه عن تحليل بيئة المنظمة بإذن الله سبحانه وتعالى بكفاءة وفاعلية غداً سنتعرف أيضاً على الاستراتيجيات ما هي استراتيجيات المنظمة وكيف نستطيع نتعامل مع استراتيجيات المنظمة بشكل فعال شكراً لكم نستودعكم الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أن تنستغفرك الله من وتقولك نستدعكم الله شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم